موسيقى 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 خير في عرف علامي كده في الدول الديموقراطية بيقيموا اداء الحاكم او رئيس الدولة اه في اول مئة يوم ليه بقولوا المئة يوم ده بيبقى عربون محبة بين الرئيس وشعبه وبيشوفوا عمل في المئة يوم وبيشوفوا برنامجه اللي قدمه للشعب واتطبق منه ايه المؤكد ان مافيش رئيس جمهورية مش عايز يشتغل لصالح شعبه يعني علشان حتى تتجدد الثقة فيه والمؤكد ايضا بالعقل ان ما فيش رئيس جمهورية هيستطيع يحل كل مشاكل شعبه في مائة يوم لكن جريا على هذه العادة لماذا لا نطبق فكرة تقييم المائة يوم الاولى من حكم السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي حلف اليمين يوم 8 يونيو يعني بحسابات المائة يوم يبقى بعد بكرة يكون عدى مائة يوم المائة يوم الاولى من حكم الرئيس السيسي للامانة الرجل عندما كان مرشحا لم يعرض او لم يقدم برنامجا مكون من نقاط 1-2-3-4 وانه في الشهر الفلان هيعمل كذا في الاسابيع الاولى هيعمل كيد ده لم يحدث لكن بعيدا عن ده لازم احنا ايضا قصوت ليه الناس ان احنا نبدأ نفتح حوار بينه وبين حضراتكو وهفتح تليفونات مع حضراتكو بحيث تقيمه فيها معايا المائة يوم الاولى شايف رئيس الجمهورية انجز في ايه الملفات اللي انت شايفه قدم فيها حاجات كويسة جدا وممكن يكون فجأك فيها وايه الملفات اللي انت شايف ان رئيس الجمهورية شخصها لكن لم يبدأ في حلاه وشايف ايه الملفات او القضايا اللي كان مفروض رئيس الجمهورية يحط ايده فيها لكنه لم يفعل حتى الان احنا عملنا رازد كده بسيط لكن ما قدرش اقولك ان احنا في خلال ربع ساعة او تلت ساعة عاوضة قيملك المائة يوم بالكامل لكن رصدنا مثلا لو انت بتتكلم على الانجازات او ما قدمه السيسي في المائة يوم الاولى وايضا هنقول ما لم يقدمه برضو يعني المائة يوم الاولى مثلا الرئيس اعلن وده بالفعل وبدأ فيه انجاز هذا المشروع وهو المشروع القومي العملاق الاول وهو حفر قناة سويس جديدة بطول 72 كيلو مشروع كويس جدا نحييه عليه وانجاز رائع عمل ايضا انجاز اخر وهو ده بادئ فيه فعلا شبك الطرق بطول 3220 كيلو متر هيكلفه مليارات الجنيهات وزارة النقل فقط هتدفع 17 مليار جنيه يعني 50% من التكلفة الرئيس السيسي طبق الحد الاقصى للاجور بشكل حاسم وعايز اقول لحضراتكم في بعض الاجهزة والمؤسسات في الدولة اه رفضت ولا تزال ايضا ترفض اه بان يتم تطبيق الحد الاقصى لاجور وبدأ بنفسه قال انا اجري 42 الف جنيه وتبرع بنصف اجره وقال انا مش انا يكفيني 21 الف ايضا شكل لاول مرة مجلس استشاري هو استشاري ولكن ليه معنى ودلالة من كبار علماء مصر اه في الداخل وفي الخارج اه خمس انجاز انا شايف ان رئيس السيسي قام بتعديل قانون التأمين الاجتماعي اخوانا وعدل معاش الضمان الاجتماعي ووصل دلوقتي الى ارقام تتجاوز الربعمية وسبعين جنيه فيما اتعلق بملف الاسكان وزير الاسكان طرح منظومة اه معدد من الوحدات السكانية فيما اتعلق باسكان محدود الدخل اه الايجار فيما اتعلق بالاسكان الاجتماعي وخلال ايام معدودة ستطرح وزارة الاسكان اه وحدات سكانية مساحتها من مية وعشر مية وثلاثين متر سعرها لن يتجاوز الربعمية الف لما يقال عنه المتوسط الدخل وان كان ده هيوصل لطبقة اعلى شوية من متوسط الدخل ايضا قام بتعديل منظومة التمويل العقاري قد تتروح علشان تمول شقة بيطلب منك طلبات كتيرة والفايدة كانت بتبقى عالية من 10 ال 11 في المية نزلت الان الفايدة الى 8 في المية قام بازالة اشغالات الطرق من محافظات كبيرة جدا وكانت ده صورة من صور عودة هيبة الدولة الدولة الاول كنا نقول عليها في ثلاث سنين اللي فاتت مش موجودة وهي لا تزال مش موجودة في بعض الاماكن والقطاعات وهنتعرض لده ولكن مين كان يتخيل ان انت لما تمشي في وسط البلد او شارع 26 يوليو كنت تقول ان هذه العمالة اللي موجودة او الباعة اه مش هتلاقيهم تاني لكن فعلا نفذ ده حاجة مهمة جدا قد تراها ما يعني واحنا بقايم اداء رئاسي مش شرط انك تقطها في سجل انجاز رئيس بس انا شافع حاجة مهمة هو ترخيص التكاتك التكتك يا اخواننا منتشر النهاردة في جميع محافظات الجمهورية شيئة ام ابيت عندما يصدر قانون او تشريع بتقنين وضع سائقي التوكتوك على الاقل تقدر تحسبهم ايضا حصل تطوير كبير في منظومة التموين فيما يتعلق برغيف الخبز فيما يتعلق بتوزيع السلع التمونية في مشاكل اثناء التنفيذ ولكن على الاقل اكتهت اه طبعا بتكليف لوزير التموين دكتور خالد حنفي بان يضع يدو في هذا الملف اللي كان بتم فيه تسريب الدعم من النقاط المهمة اللي تحسب للرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي هو تحرير المساجد من اه ناس اي واحد كان معد كده في الشارع يقدر يطلع على منبر الجامع ويخطب وتقدر تقول ان كان غالبيتهم من المتطرفين تشكيل وعي الامة دينيا اصبح الان تحت قيادة وزارة الاوقاف انا ارى في عجالة سريعة ان التسع او عشر ملفات الانجازات للرئيس السيسي في هذه الملفات انا شايفها امر جيد في المائة يوم الاولى لكن عايز اقول في المقابل ايضا الرئيس السيسي فيما يتعلق بالامن لا تزال العمليات الارهابية موجودة مقدر شانكر ده اه تجاوزت مرحلة سيناء ودخلت في وسط اه محافظات الدلتا ده كان حاصل قبل ما يصل الى الحق لكنها لم تنتهي حتى الان ايضا ملف التوظيف لم يتم توفير فرص عمالة بشكل كبير اه بحيث يمتص اه جزء من البطالة ازمة المرور لا تزال موجودة ازمة الطاقة ازمة القهرباء احنا طبعا قلنا لا تنتظر من رئيس جمهورية في خلال ميت يوم نحل لك كل المشاكل ولكن على على مثلا رئيس الجمهورية جاء في ملف ازمة القهرباء والطاقة اه حدد او شخصها المشكلة الان عزمية وتلاتين مليار جنيه لكنه لم يقم في المقابل بطرح تصور او رؤية ازاي نقدر نحل مشكلة القهرباء ونقضي عليها نهائيا خلال السنوات القليلة القادمة ايضا في مشكلة بدأت تظهر في عهد الرئيس السيسي وهي مشكلة انقطاع المياه عن مناطق كبيرة في الجمهورية وفي القلب منها القاهرة الكبرى دي مشكلة اضيفة للملفات اللي الرئيس الجمهورية عليه ان يبحثها ايضا حتى الان لم يتم تكوين او تشكيل الفريق الرئاسي لرئيس الجمهورية رغم مرور مئة يوم ربما رئيس الجمهورية اعمال يحسب حسابات معقدة ومركبة حتى يختار الافضل لكن رئيس الجمهورية يعمل حتى اليوم في المئة يوم الاولى بدون فريق رئاسي اه معاول ليه فيما يتعلق بالسياسة البعض شايف ان السياسة قد تكون ماتت في هذي في المئة يوم الاولى ما فيه صوت ليه المعارضة اه قانون للتظاهر لا يزال عليه رفض من قطعات من بعض القوى السياسية وفيه اه يعني تحفظات شديدة حتى من الاعزاب اه عليه و اه ده وما فيش اتفاق حتى الان على قانون الانتخابات البرلمانية ايضا لم يتم فتح الباب للترشح للانتخابات البرلمانية رغم انها كانت احد البنود المهمة في خارطة الطريق اللي اعلن عنها الرئيس السيسي في ثلاثة سبعة هذه ملاحظات عامة اه واحنا بنقيم المئة يوم الاولى للرئيس السيسي ما له وما عليه ما قدمه وما لم يقدمه ما وعد به ونفزه وما وعد به لكن هناك مشاكل على ارض الواقع يكفى اقول لحضرتك احد المشاكل اللي براها خطيرة بتقابل الرئيس السيسي في حكمه ان الرجل لحد النهاردة مش قادر يعمل حركة محافظين حركة المحافظين اه قدمت لرئيس الجمهورية مرتين ولكن رفضها رفضها لان هناك اسماء بتدفع بها اجهزة معينة في الدولة كانها بتحاول تعيد انتاج منظومة الحكم الفاسدة قبل خمسة وعشرين يناير هتقابلوا مشكلة في دي اه بس عليه ان يبحث عن حلول واهم حاجة من يسق فيه وراء انه كف فورا يصدر له قرارات تعيين اعرف ان المشكلة كبيرة لكن عليه ان يبحث عن حلول لانه في النهاية هو المسؤول امام المواطن والرأي العام. خلوني افتح تلفونات مع حضراتكم ما هو تقييمك للمائة يوم الاولى من حكم السيد رئيس الجمهورية عبد فتاح السيس ما له وما عليه ما الذي قدمه وتحييه عليه ما الذي لم يقدمه وتطالبه ان يبدأ فورا فيه. اه كلموني من اي تلفون محمول على واحد تلات سبعات من اي تلفون ارضي على زيرو تسعمائة تسعة تسعمائة بعتوا رسالكم على تسعة احداشر سبعتين وخلوني اخد اول اتصال تلفوني من محمد من اليوب تفضل يا استاذ محمد. مساء النور حبيبي. اولا يعني انتبعنا عن الميت يوم عن سيد رئيس السيسي يعني انا بهاني فيه اه يعني هدوء التام ده اه مده مش مش يعني انا مش ما هتبره ان ده اه ضعف اه بيحاول ان هو اه الكلام قليل قد يكون الفعل اه بيخطو خطوات بطيئة شوية ولكن الى حد ما احنا حاستين اه بتغير قد يكون فيه ازمة فروز هالك بتقول ان قطاع قهراءة ومية لكن من دهش هالك منظومة التامنين اللي شغالين فيها اه منظومة التعليم اخصان الجزيال الخاصة بالمدارس الخاصة الشياب والرياضة يعني انا عايز اقول ان انا حاس نوع اشغال في خطين متوازين ما بين المشاكل وما بين الحال والتجديد وكذا اه ازمة المروض دي حاولك مش يعني مش هتبتينك يوم زي ما كان نزل عينونا والوزير اللي فاسل ما عزوز قد كده كان بيتكلم فيها انقطاع قرباء انا شاف ان المنسبة كبيرة اتحلت يعني انا سأليه بتبطة ع 12 ساعة تقييمك النهائي ايه يا استاذ محمد تقييمك النهائي المائة يوم الاولى شايفهم راضي عنهم كمياتين الاولى لو في تأدير بنقدر نجيزة اتأدارات بنعملها انا بقول ان لبايس اه الى حد ما جيد كويس اخد سامي من كفر الشيخ سامي تفضل استاذ سامي اهلو ايوة مع حضرتك انا عالت وزامة صالح الفاندل من الشرقية اهلم من الشرقية اهلم اتفضل من الشرقية اتفضل اه انا تحياتي طبعا لحضراتك صنعي محمد اشكرك و اه اه انا بس اه طبعا قبل من قيم الميمة يوم اه 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 عبدالفتاح السيسي كرئيس الجمهورية انا شايف ان اهم حاجة هي المكاشفة والمصارحة اللي طرحة للشعب المصر المصارحة اه 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 و انا سياسة العامة اللي شغالها دلوقتي اللي احنا يعني زيادة الاسعار او ربع الدعم التدريجة عن الاسعار الوفود الحاجات دي كلها ده ده انجاز مهم انا الامانة لم اذكره من ضمن انجازاته انت ترى ده اهم انجاز بالضبط انه ده ادى ان الشعب يتقبل ان احنا نتكاتف كلنا مع بعض ونتحمل شوية حتى نعبر من النفق اللي احنا كنا ماشيين فيه انا شاية انه بصراحة اهم انجاز طبلا طبعا عن المشروع ما هي الملفات اللي تتمنى انه كان يعني يفتحها ولسه لم يفتحها طيب اخد سامي من كفر الشيخ سيد محمد ازاي حضرتك اهلا بحضرتك والله انا تقييمي الاداء الرئيس عفتاح السيفي في المئة يوم هو طبعا ما عزمش نفسه بجرنامي وكمان بوعود يعني الرئيس الصدق المعزون محمد مرسي احط مجموعة من النقاط ست نقاط وفي الاخر حتى لما جم هم نفسهم يقايموه اكتشف ان هو في المئة يوم ما نفس منهم اللي باند واحد فالرئيس عفتاح السيفي كان صريح مع نفسه وهو ما حطش النقاط دي وما الزمش نفسه بيها لكن هو في نفس الوقت هادري على الارض مجموعة حاجات كويسة اهمان مصروعات اللي حضرتك قلت عليها لكن انا من وجهة نظري شايف انه مثلا على المستوى السياسي انا مش حابب ان هو يدخل في خطيعة مع الثورة وشباب الثورة هو موجود امتداد لثورة 25 يناير و 30 يونيو لازم المصاري السياسي يتحرك شوية ويحقق فيه انجازات زي ما عمل انجازات اللي هي الخاصة بقى بالسلطة التنفيذية والكلام ده كله حابباك لفت نظر لقضية مهمة جدا اللي هي الخاصة بتاع تشكيل مجلس المحافظين فعلا بيبقى فيه مجموعة من الاجهزة بتحاول انها تعيد النظام السابق وهو لازال حتى الان يقز اتمنى ان هو يستمر في اقازته دي لان احنا كمان دخلين على الانتخابات التشريعية والجمانية اللي جاية واعتقد ان ايبقى فيها ماد جدير للنظام السابق انا بشكرك استاذ سامي سؤالي لحضراتكم بعد ملور المائة يوم الاولى لرئيس الجمهورية عبد فتاح السيس ما هو تقييمك للمائة يوم الاولى حامد من اسيوت اتفضل اه استاذ حامد محمد اهلا بحضرتك ومن ضمن الانتخابات التعسيات الرئيس انت انت فيت انه الرئيس طالت باستخابه عم تستيح مليون فدعنا نعم هو اعلن عن ده ولكن لسه لم يعني يتم اتخاذ اجراءات انا بذكر الحاجات اللي اعلن عنها وابتدى فيها يعني ما اقدرش اخفل قناة السويس الجديدة ده في حاف ماشي ما جلناش حاجة احنا عن انجزات ساعة الرئيس يعني حلوة كتيرة ويعني متعددة برضه نعم نطالب فيه عندنا مشكلة فاسيوت اتفضل برضه يعني من ضمن المليون فدان فيه محمية في ساحل سريم داخل حيزر امراني وتقع على ادود انواع الاراضي الزراعية ودي زعت بقرار خاطئ من ايام الحزب الوطني عن طريق رجال اعمال في اسيوت كان اسمها محمية الوادي الاسيوتي نعم فهم استولوا على الاراضي بتاعة المحمية ونزلوها اتجاه ساحل سريم بقرارات الحزب الوطني الملتوية واثرت على مواطنين يعني يسكنوا وحاليا المحمية الارض اللي واجعت فيها المحمية المنطقة لتاويها يوجد بها امراض سكانية منشأة عن طريق الدولة انت بتقدم دي شكوة بقى الرئيس الوزراء يكون سامح حضرتك حاضر حاضر انا بشكرك اخد بقى ماهر من العبور بعت رسائلكو على تسعة حداشر سبعتين وهار الرسائل حالا بس اخد استاذ ماهر من العبور اتفضل استاذ ماهر اهلا بحضرتك المائة يوم الاولى للرئيس عفتاح السيس شايفهم ازاي انا شايفهم بمستوى جيد جدا شايفهم بمستوى جيد جدا وما بيتخص عليه غير ان عندنا بعض الوزارات ليس لها اي قيمة ووزارات ملهاش اي اه ديني امثلة ديني امثلة امثلة ماهر اوديك امثلة حضرتك اعملنا وزارة لتطور العشوائيات نعم انت ترى حتى الان لم يحدث انجاز فيها الوزارة ديات ليس لها اي معنى ازاي اعمل وزارة لتطور العشوائيات ازاي اعمل وزارة لتطور العشوائيات وانا لم اصدرتش قرار اصلا بوقف العشوائيات اساسا ام النهاردة ازل حضرتك مصر الجديدة ومدينة نصر وعتلاقي بيوت وفلاد بتهدم وبتقام عليها ابراج وما هي دي كلها عشوائيات نعم نعم فالوزارة ديات مهاش اي لازمة خالص ولما انا وزارة قرار بوقف البناء في محافظة القهيرة بالكامل وجميع مدن الجمهورية نعم عشان اعمل وزارة زي كده اه ثانيا عندنا وزارة التعليم ليست على المستوى المطلوب خالص ازاي انا اذا عندي وزير تربية وتعليم ما قدرشي يعني جيه في الوزارة اللي قبل كده والوزارة ديات وما قدرشي ازافا ان هو يعني اه يسيطر على مدرسة من المدرس اللي كانت مسيطرة على اخوان المدرسة المعروفة اللي بتاع في كاميرا وما حدش قدر يدخلها اوكي اخلينا ناخد دكتور حاضر حاضر استاذ مهر احنا بس بنحاول نتيح تعليقات كسيرة العدد كبير من حضراتكم اخد دكتور حسن من القاهرة دكتور حسن من فضل دكتور حسن من القاهرة اتفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اولا انا عاوز يعني اشكرك على حزر البنامج كرم وعلى اسس الاعداد المحترمين واقول لحضرتك اولا يكفي ان الشخصية المصرية شخصية الفرد المصري ارتفعت في متدة بين الشعوب بين الناس ارتفعت اه احتفتنا ان احنا بقاني لنا لنا وضع بين الامم حاجة عظيمة جدا الواحد دوست يستخر ان هو مصري نعم اي مكان بروح يقول انا مصري حضرتك كده بتكلمني عن معاني مش شرط انها يكون انجازات مادية ملموسة بس معاني افتقدناها افتقدناها طبعا نعم افتقدناها خالص في الايام اللي فاتت نعم في السنين اللي فاتت في العجاب يعني تشعر ان مصر عادت مرة اخرى لاهلة عادت مرة اخرى بالقوة بالغاية طبعا المشروعات اللي حدث اتكرتها دي والطرق والقناة والاخرق يكفي ان احنا بقى لنا قيمة بين الناس نعم انا ارى ان هذا البطل القوم العظيم اه 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 تابت الريس اه 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 يعني اعطيله اكثر من البلد انا بشكر حدرتك اخد ايمان من الاليوبية نعم عليك تفضلي ايمان سلام ورحمة الله وبركاته ازاك اسوة محمد اهلا بحضرتك طبعا انا مبسوطة جدا 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 اه بالمئة يوم اه بجد 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 ربنا يحفظه وربنا ان شاء الله يقضي على اي حاجة وحشة في مصر خالص اللهم امين اللهم امين يا رب اه طبعا دي بالنسبة للسيسي والسيسي مفيش حد يقدر يتكلم عليه غير كل خير يعني بس انا عندي استغاثة بسيطة فضلي وسؤال لوزير التربية والتعليم ايه هو انا بستغيث من حضرتك انت وطبعا السؤال لوزير التربية والتعليم كان طلع قبل كده وحضرتك نقشت الموضوع دي استاذ محمد بالنسبة لأسعار المدارس الخاصة اه ايه اللي حصل اللي حصل ان المدارس زيادة خالص هو طبعا قبل ما حضرتك تتكلم كان هو طلع في قناة من القنوات دريم وقال انا بطالب اولياء الامور يتكتفه ويحط قدوم في قدوم بعض ويعملوا اضراب لو زيادة النسبة غير اللي انا ايه العالي طيب النسبة زادت في المدرسة عندك قد ايه جمدة جدا جمدة يعني كانت كام وبقت كام خمسين في المية انا دلوقتي وصلت المرحلة يا استاذ محمد بص حضرتك انا وصلت المرحلة دلوقتي هو قال ان يهددوا المدارس بانهم هينقله انا دلوقتي خالص عايز انقل اروح فين بقى مش لقي خالص غير مدرسة تجريبي مدرسة تجريبي قلت ماشي اواديها عشان طبعا ظروف المادية والزروف المعاشية اللي حضرتك شايفة والحمد لله نستطيع طيب انا هستسبح حضرتك بس الكنترول هياخد من حضرتك اسم المدرسة اه وتقولي له كان السعر كام والسنة دي زادة كام عشان نتواصل مع وزارة تربية التعليم وقدر اجيبلك رد النهاردة حتى الليل اه محمد منين يا شباب باني سويف والستاذ محمد اتفضل اه شباب خدوا التفاصيل من مدام ايمان محمد من باني سوف اتفضل السلام ورحمة الله وبركاته استاذ محمد قولي رأيك في المائة يوم الاولى من حكم الرئيس السيسي اه ميت يوم والله طب جميل اه ايه اللي عاجبك فيها يعني كل شي حالي عايش حالي وتومين حالي كل حاجة حالي الحمد لله اه طب كويس باني سوف الكهربا فيها والمية والعيش الكهربا اتفضل الكهربا الحمد لله قويس اه ولادك بيشتغلوا لا لسا 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 عائل صغيرين لسا عائلك صغيرين المدرسة مدرسة خلصوا مدرسة خلصوا مدرسة ربنا يدمهم عليك نعمة يا سيدي ويكرمك وكون الايام اللي جاية ايضا من حكم الرئيس السيسي جيدة بالنسبة لك والله خليني يا عارة بس عدد من الرسائل فان هو رجع حد البلد اه ده معاك معاك عارة بس من الرسائل اه الفلاحين لا حول لهم ولا قوة خاصة متعثري اه بانك التنمية اه دي حاجة مفروض تتعلق بالاستاذ المدرسة اعطيها سالم رئيس مجلس ادارة بنك التنمية وقد شرفنا هنا وقال انه هو بيحاول يحل هذه المشاكل اتمنى يعني ان صوت الفلاحين يكون واصل للسيد رئيس الوسراء اه في رسالة جيالي من نادية شيحة بتقول لي الرئيس انجزة اشياء كثيرة جدا وربنا معاه اه انا تسنيم فاهمي عندي مشكلة وصيبها رقم تليفونها وابطالبنا ان احنا نتواصل معها مخايل خلف غبريال مدينة ستة اكتوبر اه بيشتكم من الدروس الخصوصية وبيقول بعيدا على الموضوع اللي حالك بتتراحه يا خير في قضية مهمة جدا وهي الدروس الخصوصية التي اصبحت شر لابد منه هتقول ليه يعني دروس خصوصية حاجة بقت مرعبة بند اساسي من بنود الاسرة المصرية الان قبل الاكل والشرب اذا في المائة يوم الاولى انجزة الرئيس السيسي اه في بعض الملفات انا ذكرتها لحضراتكم لكن ايضا هناك ملفات قام بالتشخيص فيها لكن لم اه يعني ايه يصل الى وضع خريطة او رؤية اه ااخد زينب من الدرب الاحمر زينب تفضلي قلو زينب مادام زينب اه سلام عليكم سلامة الله مش اغلت بزين ولا افلها لا مش اغلت بزين طيب ماشي قولي لا سمحت لا مش اغلال او سمحت قوليلي بس تقييمك للمائة يوم الاولى من حكم الرئيس السيسي ربني اكرمه يا رب واتكمله على خير اصلاح الوين جدا اللهم امين يعني مشاكل كلها تحلت مواصلات ومرور واكل وشرب نعم الكهرباء الكهرباء مالها عطع ثلاث مرات النهاردة عطع ثلاث مرات كل مرة ثلاثين يعني رجع التاني رجع تريمه لعديتها القديمة اه انا معاك وخلينا نقول ده من ضمن المشاكل الرئيسية اه وانا عرضت ده في بداية الفقرة بقول او مقدمة الحلقة ان هناك ملفات الرئيس السيسي قام بتشخصها تشخصها يعني تلع على الرأي العام قال انا عندي مشكلة هتحتاج تكلفة مادية قد كذا عندما تتحدث عن الكهرباء ازمة حقيقية قالك انا محتاج مئة وثلاثين مليار جنيه لكن لم نجد خطوات على ارض الواقع لم اجد مثلا الاتفاقات عاجلة وسريعة مع مستثمرين من القطاع الخاص لانتاج طاقة شمسية او اه اشياء اخرى ده من ضمن الملفات ولكن يبدو من عدد من التلفونات اللي جات وعدد من الرسائل اه ان هناك اه حالة من حالات الرضا حتى الان عن اداء الرئيس السيسي اه في واحد رسالة جالي انا من المينيا اين المشروع القومي في الصعيد كده حرام ده الرسالة اللي جات لي هطلع فاصل قصير وبعد الفاصل هنبدأ اه فقرات برنامجنا هيشرفني بعد الفاصل الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وحديث عن البيئة عن الفحم وعن اشياء كثيرة ايضا عندنا النهاردة في الفقرة الطبية حوار مع الاستاذ الدكتور عبدالهاد المصباح عن المناعة وكيف نقوي اجهزة المناعة ثم معانا ايضا حوار مهم مع اللواء اسماعيل النجدي رئيس الهيئة القومية لانفاق مصر واهم نفع فيها مترو الانفاق يا ترى هيزود الاسعار مش هيزودها نفتح هذا الملف لكن بعد الفاصل السيد وزير البيئة الدكتور خالد فهم موسيقى مشاكل قديمة وازمات مستمرة وعقبات بتتولد كل يوم بتواجه المسؤولين في وزارة البيئة اللي كان الناس بيعتبروها وزارة شرفية من ساعة ما تأسست لكن النهاردة بقى ليها دور في كل مشاكلنا اليومية من بين مشاكل زي حرق قش الرز والسحابة السودة ومشاكل القمامة واعادة تدورها ومخلفات التكنولوجيا كانت قضية استخدام الفحم كبديل للطاقة التقليدية هي الموضوع اللي تصدر الصورة في الفترة اللي فاتت وما بين وزيرة سابقة بترفض ووزير حالي موافق ومرحب كمان لدرجة إن وعد المصريين إنهم يعيشوا زي سكان أوروبا اللي عايش في بيئة مضيفة رغم استخدامهم للفحم وبعيد عن مشاكل الفحم واستخدامه في مصانع الأسمنت بدل الغاز الطبيعي لسه قدام وزارة البيئة ملفات كتير وكلها مهمة زي حماية النيل من أي تعديات ودراسة الأبعاد البيئية لمشروع محطة الضبع النووية وتطوير منظومة جمع المخلفات الزراعية واستخدمها في توليد الطاقة وتوفيق أوضاع المصانع الملوثة للبيئة وتلافي أي مخاطر بيئية نتيجة بناء سد النهضة الأثيوبي وتحسين الحياة في القرى الأكثر احتياجاً في مصر والأهم من ده كله زيادة وعي المواطن بمفهوم حماية البيئة وخطور التلوثها سهاردة برنامج مساء الخير الاهتمام بصحة المصريين مش يقع على عاتق وزير الصحة فقط بل هناك وزراء في مجلس الوزراء فواف حكومتنا يجب أن يكون الاهتمام بصحة المواطنين من أهم ملفاتهم أو وزائفهم من بين هؤلاء الوزراء بل أعتقد وفي تقديري أيضاً أنهم ربما يفوقوا أهمية دور وزارة الصحة وزارة البيئة النهاردة بيشرفني الدكتور خليت فاهمي وزير البيئة عايزة أفتح معاه حوار لا ينقصوا فيه الصراحة لأن حال البيئة في مصر للأمانة ينبغي ألا يكون مسئولية وزير فقط بل دولة بأكملها وبالتالي نفتح هذا الحوار بس قبل ما افتحه لازم نذكر عدد من الأرقام والدراسات دراسات بتقول أن الفحم مثلاً من أكثر مصادر الطاقة استهلاكاً للمياه خلال عملية حركه كما أنه يحتوي على 76 ملوس مختلف بخلاف المادة الصلبة نفسها ملوس وضيفي العزيز النهاردة هو من أحد كبار المؤيدين لإدخال الفحم في مصر لاستخدامه لتوليد الطاقة وهفتح معاه هذه القضية وكالة حماية البيئة الأمريكية قالت أن تكلفة الأضرار الصحية لاستخدام الفحم في أمريكا بلغت 53 مليار دولار عام 2011 بينما فيما تعلق بالدراسات في مصر لو إحنا استخدمنا الفحم الأضرار الصحية بتقدر بـ 3.2 مليار دولار يعني بتكلف 25 مليار جنيه طيب هل إحنا ندخل الفحم ويبقى عندنا مشاكل وبعدين نقول يا حكومة صرفي وفلوس لوزارة الصحة تقولك أجيب منين وإحنا عارفين حال مستشفانة هي قضية مهمة جدا قبل مبدأ الحوار خلوني أرحب بضيفي العزيز الدكتور خالد فاهمي وزير البيئة أهلا بحضرتك منورنا ومشرفنا في لقب كده أطلقه عليك بعض وزير الفحم أي نعم إيه تعليق حضرتك أو عندما قرأت هذا اللقب والله أخش قلت السؤال ده يعني أكثر من مرة وكان ردي أنا مستعدة بقى وزير الفحم وزير البيئة وزير الأسفلت وزير الزفت طالما إن أنا حقدر أحرك الاقتصاد المصري وإن أنا أدفع بعجلة الاقتصاد المصري وأقضي على الفقر والتخلف والبطار إذا كان هو ده اللقب اللي أنا فده تمن بسيط أو إن أنا لقب كده يعني وأنا كمان بلقب ببقى هو هعود ليه قضية الفحم عندنا مشكلة الطاقة الكل يعترف بده عندنا أزمة طاحنة رئيس الجمهورية على إنه محتاج 130 مليار جنيه نعم الفحم هو أحد مصادر المنتجة للطاقة عندما أقرأ عن ملف في ملف استخدام الدول الكبرى في توظيف الفحم لإنتاج الطاقة وتابع أيضا المحاذير والخطوات التي تتخذها إذا خلينا نتفق في البداية لن تقنعني ولن أقنعك بأهمية الفحم لإنتاج الطاقة وعندنا دول بتستخدم ده لكن هو السؤال في حاجة واحدة إن أنا عندي دول بتحافظ على صحة الإنسان عمل ضوابط لاستخدام الفحم ضوابط قصية وقوية هل أنت كوزير وفي وزارة بيئة تملك القدرة على تطبيق المعايير بنا ما أنت مش عارف عفوا يعني إن كم مصنع بيلوي سنين مش قادر يعني تمنعه هتقدر تحافظ على صحيتي كمواطن وإنت هتدخل الفحم هو سؤال منطقي وطبيعي وفكرنا فيه كويس زي ما ساتك قلت إن ما فيش داع للجدال بقى حكاية استخدام الفحم أو مستخدام الفحم ألا أرى إن ما فيش داع نجادل فيها كتير الدول الكبرى بتستخدم فيها الصين وأمريكا بتستخدم الفحم وأنا عارف أنا جايب لحضرتك النهاردة مقالة إيه كويس منشورة وفيها صورة من محطات في ألمانيا واللي ماني بقوله إنها بتنقص بتبحث عن الفحم البني اللي هو أسوأ أنواع الفحم نعم وبالتالي هناك تقنيات وممارسات وخبرات في إدارة الفحم نعم اللي ساتك قلت شوية أرقام في الإنترو وساتك بتقول أني أني عندنا 76 ملوث في الفحم أي نعم لو حضرتك حرقة الفحم مكشوف لو حضرتك كده زي ما تكون مثلا بنشو كباب أو بنشو درة وحرقنا الفحم كده آه هيبقى فيه 76 ملوث طبعا لكن مش مشكلة من 76 ملوث المشكلة طب هو حرق المزود فيه كم ملوث وحرق البنزين في كم ملوث مش معنى كده زود البيئة يعني قطينا بلع معنى كده إن هناك تكنولوجيات موجودة للحرق كويس إنت مش حضرتك مجيش زي ما مثلا وكالة حماية البيئة 53 مليار دولار هذا الرقم بيتكلم على إيه في الفحم بيتكلم على كل حياة الفحم اللي هي من أول الاستخراج لأصعب 75% من أي أضرار ممكن تحدث هي في الفترة الأولى وهي استخراج الفحم من الأرض وعملية غسيل الفحم وعملية نقله إلى المصانع هي دي أخطر حتى أما الحرق طالما إنك بتستخدم التكنولوجية الحديثة معدكش مش اكتب الدراسة دي بتتكلم وأنا رجعت للدراسة ده عشان في ناس كتير قوي تكلموا عليها بس للأسف إن الناس بيكتزقوا الدراسة وما بيقولوش الدراسة نفسها قالت إيه الدراسة قالت إنه إن ده بس على محطات الفحم الجيل التاني واللي كانت معمولة علشان أمريكا تتنقل للجيل الرابع في محطات الطاقة فهو ما كانش بتتلم على الأسمنت اللي هي مشكلتنا في مصر الأسمنت ده أقمن طريقة لحرق الفحم شهادة دولية من كل الخبراء حتى الخبراء اللي زارونا قبل ما ناجي لوزارة وكانوا منفروض يعملوا تقرير وعملوا تقرير قال لا مصر دولت استخدم الفحم في الأسمنت وحددوا كمان النسب القصوى لاستخدام المخلفات تخليط مع الفحم قالوا إنه ما توصلش أكتر من أربعين فإحنا عندنا كله أربعين إيه؟ أربعين في المية يعني حضرتك قالت إنه ممكن تحرق حاجات مع الفحم عشان تقلل كمية الفحم هو عفواً إحنا عندنا حجم إنتاج جيد سنوياً في الفحم من مصر لا إحنا لا ننتج الفحم إحنا عندنا الفحم المغارة وهو نوعيته رديئة؟ مش رديئة يعني عشان عشان ترفع جودته يبقى اقتصادياً مكلف طيع إذا إحنا أنا قرأت مثلا إن عملية الاستراد نفسها نزول الفحم من الميناء وإيصاله للمصنع دي عملية بتمر بآآ يعني بدوابط أنا مع حضرتك هي دي العملية لكن أنا بشوف الطرق عفواً في مصر وحضرتك بتركب هذي الطرق وشايف الإهمال ولو الولد زبط بقرشين هيمشي العربية والدنيا زي الفل جميل حضرتك فحضرتك مش مسيطر على كل العناصر أنا مش ضرورة سيطر على كل العناصر لإن فيه جهات وكتيرة هتسيطر عناصر فيه بقى حاجة تانية نعم تخليه غصباً عنه في حالة الأسمنت إن هو ينضبط إيه؟ وليه اللي بقى أجزاء من الضابط اللي إحنا حطيتها تفضل إتفضل إن إحنا ندي رخصة استيراد الفحم لشركة الأسمنت مصنع الأسمنت اللي بيصنع الأسمنت آه هيستورد الفحم هو اللي يستورد ويبقى مسؤول عن كل العملية من ساعة الاستيراد لحد الحرق إيه؟ هو محكم إيه؟ ما يبقاش بقى عم حسين المقاوي الجد عربية طب ما هو اقطاع خاص وهو ماشي على الخطة هيزبط الناس لا 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 أفنم أولا هو اقطاع خاص بس هو اقطاع خاص آآ آآ يعني شركات عالمية لها صمعتها لها بلادها اللي ممكن تعمل لها فيها الزوطة لها حاجة تانية أهم من كل ده إيه؟ إن هو هيستثمر مئات الملايين علشان يحول الفرام بتاعته والمكان بتاعه آآ 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 للفحم فمش يقدر تاني يرجع يستخدم المزوت إيه؟ ولا الغاز إيه؟ فأصبح مضمن للفحم إيه؟ وإنت اللي مسك المفتاح إيه؟ إحنا مش معترضين إن هو يستورد فحم ويستخدم الفحم جوه صناعة الأسمنت على مرحلة اللي هي أخطر مرحلة جميل أول حاجة حدد من المسؤول تاني حاجة إحنا بحسنا كل المواني اللي موجودة في مصر وصنفتها وصنفناها إلى عدة مجموعات نعم إحنا بتفاوض دلوقتي مع الأسمنت وبالتالي ففي حاجات تفاصيل مقدرش أقولها لأن إحنا يعني قاعدين على الترابيز دلوقتي يوم الخميس إن شاء الله هنوعد مع بعض مع كل رؤساء مجلس الشركات اللي أسمنت هم ليهم مجموعة في الورفة طلبتاشر أو السبعتاشر سعب مصر يوم المجموعة التنفيذية وهم طلبوا إن هم خدوا الحاجة وابعتها للشركات وحيجي يعودهم أنا على المستوى الفني والمالي والقانوني لأنها دوابط متعددة وزي ما واحد منهم طلع من يومين أول إمبار على ما أعتقد وقال إن المعايير متشدد كويس المعايير اللي حتها وزارة البيئة طبعا لأن فن مجلس الوزراء قال في القرار إن إحنا نستخدم الدوابط الأوروبية حقيقة مواطن ما أنت هتكسب الدوابط الأوروبية دوابط متشددة وصارمة طبعا كويس وبتقوم أساسا على إن أنا بحط معايير ويجب الألتزام بها فإحنا جئنا للمواني أنت عندك حضرتك مواني بنوعيات مختلفة محتاجين تجهيزات في هذه المواني من ضمن بقارض ما علمته وأنا مش بتخصص أن مواني مصري على إطلاقها غير صالحة إنها تستقبل شحنات الفحم طبعا مال إزاي بتستقبل وإنها محتاجة محتاجة تجهيزات عالية يعني لأن دلوقتي حضرتك إحنا عندنا بنستورد الكلينكر اللي هو بتاع الأسمنت إم وشوف عمل الدوشة اللي عملها إيه إم فأنا لما كتش استوردت فحم كت قفلت الأسمنت واستوردت كلينكر إم كأنا هيعمل لي دوشة أكتر من الفحمة عشرين دلتين مرة إم لكن نرجع لما رجوعنا في أفضل ممارسات في حاجة اسمها اللي هي البي اي تي اللي هو باست افاليبل تيكنولوجي كويس فحضرتك باست افاليبل براكتسوس كمان بتجيب أحسن ممارسات تمت وتحطها دي هي تبني عليها المعايير بتاعتك بتختلف المينة على حاجة يعني فيه مواني عندنا بكر أو بمعنى صح المرحلة التقنية اللي هي فيها محتاجة تطوير بس عندها إمكانات للتطوير فمتفق مع صناعة الأسمنت انت هتاخذي أجزاء حسب الموقع الجغرافي أن المصانع مثلا اللي في جنوب مصر ليها المينة ده طوروا المينة ده هم نفسهم اللي يطوروا وهم مستعدين ووفق المعايير اللي انت حطيتك حكومة كده نعم يبا هم مستعدين كده هخدم أكتر من حاجة أنا مش هكت في الفحم بس أنا هخطف الكلينكر لأن المينة ملك الدولة تقدر ملك الدولة في الآخر كويس ففي مواني حددناها مع السيد وزير النقل هتحتاج تطوير والأسمنت مستعد ان هو ويدفع لها خطوط سكة حديدة عشان أبعد عنه الطرق اللي ستاكلتها أنا بحاول ألجأ للسكة الحديد مش للطرق عشان أبعد الضغط أو أقلب الضغط أكتر ممكن على الطرق كايز في تفقدرتين أنك تختار بديل أو أنك الخطة المرورية تعملها في الأوقات اللي مفهاش بيك مفهاش مفهاش يعني استخدام كسيف فحنا بنلجأ الأول ليه السكة الحديد معين اللي احنا مختارينها كلها لها سكة حديد يا إما سلع القطبان في فترة الخلل الأمن الوادي الجديد كايز يا إما موجود السكة بس عايزة تطور طيب ما أنا لما هعمل كده ما أنا هتطور البنية التحتية لمصر كلها نعم وليس اللي وليس بس الأصناعة معينة طب عفوا هو الفحمة هيتم توظيفه لما صنع الأسمنت فقط حتى الآن إحنا بنتكلم على صناعة الأسمنت يعني الحديث على صناعة الأسمنت إيه الإحتمال الآخر السيراميك الزجال لا خلينا من السيراميك والزجال كده خليهم على جنب دول لكن إيه أكتر هو الطاقة القهربية الطاقة القهربية الطاقة القهربية نعم في المحطات القهربة لكن إحنا مأجلين نعم نعم كل ده إلى أن وزارة القهربة بتعمل لنا دلوقتي استراتيجية أو خليط الطاقة المصري وتطوره في المستقبل إيه من إحنا عارفين أن خليط الطاقة في مصري بيسمح مثلا باثنين ثلاثة في المية فحم بعشرين ثلاثين في المية إحفوري باربعين خمسين في المية طاقات جديدة ومتجددة بعشرة في المية طاقة نووية كل ده متحدد يبقى أوتوماتيك ليه أو بالتباعية هيبقى فيه مشروعات للكلام ده فنقدر نحصر إيه هي آآ يعني إيه بالزبط نسبة الفحم ونسبة المرض الأخرى نعم في كل السيناريوهات التي عرضت علينا حتى الآن كويس بنتكلم على نسبة وسيطة جدا للفحم نسبة أكبر من خليط الطاقة يعني مثلا حضرتك خليط الطاقة لإنتاج طاقة لتشغيل مصانع الأسمن لتشغيل كل حاجة في البلد يعني احتياجات مصر من الطاقة مثلا سي 30 ألف ميجاوات 30 جيجاوات جميل؟ طيب قد إيه منهم حييجي من الشمس من الطاقة من المخطات الشمسية قد إيه حييجي من الرياح قد إيه حييجي من الغاز والمزوت قد إيه حييجي من الفحم قد إيه حييجي من الطاقة من المخطات الاقتصادية وهو ما تم الأسبوع اللي فات بإعلان الحكومة عن التعريفة الخاصة لشراء الكهرباء من محطات الشمس والروح وده حيعمل يعني حيعمل ازدهار شديد وجذب الاستثمارات كبيرة في هذا المجال يبقى اتجاه الحكومة هو اتجاه للخليط الأمثل لمصر منحة البيئية ومنحة اقتصادية كويس ومنحة الفنية بالفعل حتى الآن في الأسمنت اللي بنتكلم فيه في الأسمنت ما بنتكلمش في أي حاجة تانية إلى أن يتم الانتهاء من خليط الطاقة من نقدر نخطط صح إحنا عايزين إيه طب ترتيب مصر النهاردة في مجال تلوث البيئة طيب إحنا رقم كام بصي فنم مع احترامي كويس ضروري أن نحدد قصدنا بإيه بتلوث هل إحنا بنكلم على تلوث سوا ده مش اتهم لحضرتك حضرتك لنسا جائي أنا بقول حضرتك لأن ده عطفا عندي حسلة حتوبنا على ده يعني فيه تلوث الهوات لأن هنقل معك بعد كده على قمة المناخ فضل اللي هيحضرها رئيس سيسيو حضرتك هتكون معاه إن شاء الله وهتقول إيه للناس اللي حضرين المؤتمر عن فيما يتعلق بمناخ مصر له كده أوكي فعشان خلص بس الفحم فيه ضوابط حتى الآن بالنقشة وصنعتها سانتالي تقول إنها متشددة لكن أنا درسنا الضوابط الأوروبية والضوابط الأمريكية وفيما يتخص بالمواني الأسترالية فعملنا حصر شامل لكل الضوابط اللي موجودة في أهم دول العالم طلعتوا بكود مصري ولا كود أوروبي والأمريكي يعني أنا بفضل تمالي إن إحنا ما ننصرش كود ولكن في التطبيق نحط الحاجات الخاصة يعني مثلا مصر مثلا فيها مثلا حاجة مش موجودة في العالم اللي هو اختلاط الأنشطة مناطق السكنية على المناطق التجارية على المناطق الصناعية على المناطق الزراعية نعم كويس وبالتالي طاقة الحمل للنظم البيئية اللي هي حضرتك في بؤر معينة زي مثلا القاهرة الكبرى عشرين مليون كويس خمسين آآ تلاتين في المية من الإنتاج الصناعي بتاعك آآ آآ أربع مليون آآ التوزيع غير متوازن يعني التوزيع غير متوازن وبالتالي مقدرش قئيس على مصنع في أسمنت موجود في طرق زي مصنع أسمنت موجود في آآ سحراء السويس ده ده حاجة وده حاجة بالتالي احنا خدنا المعايير ثم أفردنا اعتبارات خاصة للمناطق زي الحساسية البيئية اللي هي فيها السكان يعني يحتوى استشدد أكثر طبعا 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 الأعضاء التنفيذيين لشركات الأسمنت يعودوا معك لي ما انت حطيت القواعد أولي ساتك حاجة يعني ما ده هيبقى في ضغط لا 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 بالعكس بالعكس حضرتك كويس الخبرة في العالم كله أن المنقشات الزي كده يجب يكون الريجوليتر اللي بينظم والذي سوف يتم تنظيمه يكون موجودين عن ترابيزم مش علشان نوصل لموافقة على كل حاجة ولكن نوصل على اتفاق على نقاط وخلاف على نقاط نعم طبيعي لكن هو بيحس أنه كان له دور يدينه الدور بس المهم أطبق معايا زي مثل حضرتك طب أنا بجيب الجامعات الأهلية معايا قارتها فين يا فندم؟ وفين المصدر العلمي بتاعها تسع يونيو ألفين واربعتاشر فين فندم هي أكتر من المعدل الدولي مثلا بالضعف بالضعف كويس وبالنسبة لل 2.5 أكتر من جده ثلاث أضعاف فلما بقارنها ببقية الدول بابدأ أقول دي ترتيبها من المرة 3 أو 2 في ملوس معين لكن مش طب بالكلام البلدي كده إحنا وضع الهواء بتاعنا إيه في القاهرة كبرة؟ وضع الهواء عند حضرتك وضع الهواء في المناطق الحضرية والتجمعات السكان الكبيرة المشكلة خاصة القاهرة الكبرة هي الأتربة 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 اللي هي الأتربة في القاهرة؟ أولا لأن من غير تلوث ومن غير النشاط سكاني ولو سبنا القاهرة زي ما احنا خدناها قبل قبل ما الفاطميين يجي يبنوها إيه اللي هيحسن ورزا عبا فيها أتربة؟ حضرتك حتلاقي لأن حضرتك منطقة جافة تحاط بهاتبولتين هضبت المقطم وهضبت الأهرام فهي عاملة زي عنق الزجاجة من غير أي حاجة لما تقيس حضرتك الأتربة وقسناها خمسة وسبعين مايكرو جرام لسبب مقوع القاهرة الفاطمية بين هضبتين بين هضبتين تشتت الهواء ضعيف جدا لأن لا فيه هواء ولا فيه مطر ولا فيه رياح نعم فالتلوث اللي بيحصل جواها أو أي انبعاث يحصل جواها يفضل موجود لفترة طويلة بما أن معدلات التلوث متجددة فعندك ارتفاع في الأتربة الأتربة خاصة ليه لأن عندك هضبتين لاتنين من أحجار جرية بتتضاير مع الهواء مش من الصخور أنت ما عندكش صخور زي الجبال التالية كويس فعندك أساسا من غير أي تلوث خمسة وسبعين في المية أو خمسين في المية من المعادلات المسموحة أنت عندك طبائية خط بقى عليها أن في حجم أنشطة رهيب جوا لها كويس وبالتالي أيوة القاهرة عندنا مشكلة فيها كويس عندنا 33% من الأتربة اللي موجودة سببها أساسا الطرق غير المعبدة والطرق الغير المعبدة اللي هو اللي بيتسامين ريسايكل داست طب في مؤتمر المناخ اللي هيتعمل في نيويورك قريبا لو وجه لكم اي يعني انتقاد تساؤلات عن وضع الهواء في القاهرة احنا لما بنتكلم على احنا جاهزين برجود احنا لما بنيجي نتكلم على التغيرات المناخية بنتكلم على مجموعة من الغازات اللي لما بتطلع بتعمل زي حلة الضغط بتعمل زي حلة الضغط عشان كده سموها الصوبة زي الصوبة بتطلع وبتحجز بتعمل زي غلالة ما يطلعش الهواء الساخن فيفضل موجود يسخن الهواء تسخين الهواء دا بيؤدي الى ظاهرة الاحترار او الى ظاهرة زيادة درجة حرارة الغلالة في الحرارة اه مما يعني اللي هي موجودة حاليا في العالم كله احنا عندي الاحتفاس حراري ولكن انا بكلم ان الاحترار اه او الدافيئة اللي هي زيادة درجة حرارة الاتموسفير اه يعني احنا لما نقارب مسلا من العاش سنين نقول اه الحر زاد قوي او كم اه مسلا احنا بيقول الكلام دا دلوقتي اه حضرتك حتيال مستوى العالم وبسبب الثورة الصناعية وما حدث بعدها وحرق الطاقة المكسف ارتفعت درجة الحرارة متوسط درجات الحرارة عن ما قبل الثورة الصناعية بزيرو او يعني فاصل تمانين من درجة ما اوليه كويس دا رقم حتى الان مش كبير ولكن المشكلة ان هو بتتور بسرعة اه قابل للزيادة وقابل للزيادة واحنا بنحاول نوصله لاتنين بس درجة بتحاوله هنا كعالم كعالم اه طيب تيجي بقى لما يجي يقولون يا مصريين انتو باقروا ايه في العملية دي احنا بن 2014 احنا بتطلع نس في المية نس في المية نعم من غازات الاحتباس دي cadaلة لما تقارنها بدولة قطر ياليش يعني حتلاقي حضرتك انا دولة قطر بتطلع علي 7% اوليها حكا قارن بقى مركبت كل فرد مننا اللي من كل فرد مننا في حياة اليومية بيطلع غازات احتباس حلالي فهي سواء من خلال نشاطه المباشر او من خلال نشاطه الاقتصادي او خلال التنقل والاقر فتلاقي حضرتك ان المواطن المصري بيطلع اتنين فاصل ستة حاجة مصيدة طيب بس احنا برضو هنتأثر بما يتقل الحديث عنه في المتغيرات المناخية احنا غير متسببين ولكن احنا مجني علينا لانه لما يحصل زيادة في درجة الحرارة يبدأ القطب الشمالي في الزوابان تنزل الماء اكتر على البحار يبدأ يرتفع مستوى المحيطات والبحار المتوسط وقيل في هذا تردد كلام ان الاسكندرية معرضة للغاية مش الاسكندرية كويس ولكن الاماكن المنخفضة من الدلتة قد تكون معرضة لان بعدها لكن لم يثبت علميا اذا كنت هتغرأ هو في سيناريوهات مختلفة بحسب الدرجة الحرارة اللي حتزدها يعني لو حضرتك زدت واحد ونصف في المية مفيش حاجة من اول اتنين ممكن يبدأ اعصال حاجات لو وصلت لتلاتة واربعة مصيبة ما هي اول مدينة مصرية في الدلتة معرضة للغرق؟ اه مش مدينة احنا بنتكلمش على مدينة احنا بنتكلم مثلا بحيرة المنزلة مثلا على سبيل المثال ممكن ان تغمرها البحر وبعديها البحر عيغطيها ويوصل لفين؟ لا بقى المدينة مشكلمة لو غط المنزلة ترح كفر الشيخ اه ما اعمل لو غلق لو عمل المنزلة اه كويس والبحيرات الشمالية نعم البحيرات الشمالية علشان هي مية لا هي عزبة ولا هي ولا هو ملحة اللي براكشووتر مم فهي بتمنع ملوحة المية الملحة انها تخش على الدلتة نعم فاذا دي بقت ملحة غطتها مية يبقى فيه خطر على الارض الزراعية اللي موجودة في محافظات زي كفر الشيخ وزي الدي اهلية الاخر عندنا تصورات مختلفة وسيناريوهات عالمية مختلفة عن الكلام ده ولكن مصر من المجموعة التانية من الدول المعرضة في مجموعة اولى اللي هي الجزر الصغيرة زي الملديف مسلا الملديف المتوقع لها انها تغرأ خارف تغرأ تمام قويس دي مجموعة اولى في مجموعة تانية ممكن تتأثر على حسد هنوصل دركة حرارة فين طيب احنا مجني علينا لان اللي بيطلع عهزات الاحتماس الحراري هي الدول المتقدمة او الدول اللي ما يسمى بالدول البازغة النمو زي الهند والصين والاخر قويس فالرد جاهز في الحديد وهما ما بيجوش يقولونا كده هما بيحاولوا انه هما يقولونا تكلفة تخفيف الامبعاثات دي تتوزع علينا كلنا عايز اقول حضراتكم قبل ما اطلع فاصل ضيف الكريم اللي بيقول هذا الكلام وهو الدكتور خالد فاهم وزير البيئة هتفجأ لما تعلموا انه كان يعمل ضابطا بالشرطة لا يعيبوا طبعا شرف حمات الوطن بالداخل بس العلاقة جات ازاي ايه اللي جابي البيئة للشرطة وايه اللي جابي الشرطة للبيئة هليني نفتح مع هذا الحوار بعد هذا الفصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقبل الفاصل كنت بس على ضيفي العزيز الدكتور خالد فاهم وزير البيئة الدرس حقوق واشتغل صابت شرطة وبعدين هو قاد معا النهاردة وزير بيئة قول لي ايه علاقت البيئة والشرطة وعملت التحولة زي كان زباق اللي هاردة سيادت اللي هو خالد فاهم زي مني على المعاش على المعاش اللي هاردة اه او شهيد ياريت الله يخليك هي بكل بساطة انا يعني كنت من اوائل الخرجين وتعينت في القاهرة وانا كان لياه طموح ان انا اكمل المجستير والدكتوراه كويس فكملت اتنين دبلومة وانت في الخدمة وانا في الخدمة انت عملت تابع مدرية امن القاهرة انا عملت في مدرية امن القاهرة عملت في اقصام شرطة اسم مدينة ناصر اسم مدينة ناصر اه تلقيت بروزبتي انا تلقيت بروزبتي اول ده يعني انت دوبتازة سنتين ونص سنتين ونص قلت جاي طب دفعت الفلوس الوزارة الداخلية دفعت كانوا بيدفعوك فلوس اللي 4 سنين بتاقلوك شرطة كانت سبعة وسبعين سنة سبعة وسبعين دفعت خمس تلاف جنيه ووالدي دفعهم ولا بس كان رقب من مناسبة خمس تلاف جنيه ما بتقومش انا كان سايتها خمس تلاف جنيه ببس سبعة وسبعين كان زابط شرطة هيبة وحاجات كده اه طبعا لا ده كان العسكري ليه هيبة فما بالك بالزابط ابوك وافق ازاي نوي هو ابويا ما كانش موافق اساسا انا خش كلية شرطة اه ما كانش موافق من اساس اساسا ده ما زدق ولا كادر خمس بار طب ما قالكش هتشتغل ايه يا ابني ده انت زابط لا ما انا كنت باشتغل وانا قدمت في معهد التخطيط القومي كان في لانا خدت دبلوم اقتصاد وخدت دبلوم اه سياسة نعم فبقى عندي الجزء الاقتصاد والسياسة اه فكان في اه اعلان عن مدرس مساعد في معهد التخطيط القومي اه قدمت يعني اتصفيت على اربعة خمسة قابلنا الدكتور اسمعيل صبري عبدالله الله يرحمه الله يرحمه اه وزير التخطيط الاسبق وقال لي يا ابني انت عايز تسيب الميري ليه اه قلتوله يا فنم انا غاوي ان انا ادرس قويس قال لي بص انا حاخدك لحاجة واحدة اولا انت عندك قانون وعندك اقتصاد وده مش موجودة عندنا في المعهد اه تاني حاجة انا عايز اديك ملف جديد ما حاجتش اشتغل فيه نعم قلتوله يا فنم قال لي انت حتكمل الدكتورة بتاعتك في البيئة اه خد الملف ده روح اقراك المؤتمر ستوكوم وحاجب لي ملخص ديه كمان شهر روحت بقى بني ادراك بقى مستلحات ما عرفهاش خالص كلها انجليزي ده كان سنك كم تقريبا ده كانت سبعة وسبعين سبعة وسبعين يعني بعد ما سبت على طول اشتغلتها اه انا سبت يعني حاجة بقى لك ما يقرب من ايه اه تلاتين خمسة و تتلاتين سنة تعمل في حقل البيئة بزبط اه يعني اه تلتها عجب بالموضوع اه الراجل ما صدق انا قدمت له ملخص عجبه جدا اه قال لي خلاص الراجل عاوني في ان انا احصل علي منحة في المانيا ل تكميلت الدكتوراه الدكتوراه كانت من المانيا اعorie توكريم في المانيا سبع سنين سبع سنين اه يعني من القدام طالب فاشل كده ولا ايه لا مش طالب فاشل هم اول ما دخلت قالولي بص انت جاي تكلم في موضوع جديد انت مش هديد الاقتصاد دلوقتي انت تروح تقعد سنة في اكاديمية البحث العلمي هنعلمك بقى فيزياء وهنعلمك اللي هي الاساس هو بيديني الاساس عشان اقدر اقرأ انت واخد دكتوراه في البيئة في اقتصادية البيئة بكتوراه الصلاة بس يعني هما يقولوا لك الالمان ايه اللوصطة ضروري يكون عارف ادواته فهو بيجي يديك يعني ايه مثلا PM10 مثلا عشان الهوى ثم تفهم COC مثلا O10 يعني ايه وليه عشرة ليه ما كنتش 15 ده بيسألك الكلام ده في الدكتوراه يعني فدوري تبكون فاهم كيميا الحد اللي يخليك تفهم العملية الصمعية انت مش بتاع كده مش بتاع كيميا لكن انت فاهم في التقصاد دي ما يساعدك على تحليل الكلام ده اقتصادية حتى اصبحت وزيرا للبيئة ايه بعد الدكتورة ليلى اسكندر ليلى اسكندر دكتورة ليلى اسكندر لا انا كنت وزير بيها قبل دكتورة ليلى اسكندر انا 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 قصدي بعدها على اساس هالك نتقبلك يعني دكتورة ليلى اسكندر كانت مشرفاني هنا يوم 16 مارس وعملت مع حوار سألتها قلت لها انت شايفة ان مجلس الوزراء مهتم بيك يعني بوزارة البيئة شايفة فيه اهتمام قايتلي لا قلت لها كم وزير في المجلس بيهتم بكلامك لما تتكلمت قولي البيئة وخلي بالك قالتلي ما زيتش عن اتنين هل انت عند هزي الاجابة تتفق معها ولا الاهتمام بالبيئة زاد بوص عرتك طيبه عايز يزيد ليه وقال شاف مجلس الوزراء بيبص لوزارة البيئة نظرة تستحقها ولا يقول لك عم تكملت عدد احنا حطنا عشان الرأي العام العالمي كده ونقول له عندنا وصارة البيئة ما ده بيحصل برضه يا دكتور خلي بوص عليك انا اشتغلت قصتي في الحكاية دي طول عمري واشتغلت مع جهاز البيئة من ايام ما كان جزء من فيلا في الزمالك فانا شفت هذا البيئة يعني هو بيبدأ كنت مستشاره من البداية خالص فايوة في البداية كان كده وكانت وزارة البيئة حاجة يعني كوزميتكس يعني حاجة تجميلية عروة في جديدة مجلس ووزارة مصر حاجة قوي كان ساعتها فعندنا معونات كتير وكل الشغل اللي اتعمل والأسس اللي اتعملت كانت من خلال تعاون مع مشروعات كبيرة وكنا من أكبر الدول اللي خادت فلوس في مجال البيئة نعم كويس يعني قطاع البيئة خادت فلوس كتير معونا ومنح الى اخر اعتقد ان الفترة الحالية في مفهوم جديد للبيئة لان من الواضح مثلا لما السيد الرئيس في اول تكليف للحكومة يكلف الحكومة بنهر الميل كويس ده بيئة اه ده ده مية المية هو حكومة بالكامل بس في القلب منه وزارة البيئة سيد الرئيس الوزراء وهذا الغريب مثلا ما تكلمنيش في الفحم الحد دلوقتي بيكلمني في الطاقة الشمسية وبيكلمني في المنزلة كويس وبيكلمني في قوسمة وبيكلمني في اسوان في السيل والله ما تكلمني في الفحم انت ما تفتحش الموضوع ليه فنم هو مفتوح دلوقتي دلوقتي الموافقات راحت للمصانع من قبل ما يجي 10 مصنع من قبل ما تيجي وزير اه موافقات من جهاز شون البيئة بس دكتورة ليلا اسكندر كانت رفضها استخدام الفحم في انتاج الطاقة في فرق حضرتك فنم انها ترفض كخبيرة لكن كوزيرة ده قرار حكومة ده قرار حكومة بطول انا يعني معاكو بس هستقل الاوهمش والجهاز شؤون البيئة طلع موافقة ال 12 مصنع طيب هنسيبهم بقى يشتغلوا من غير ضابط نسيبهم على الضابط القديمة مع قرار رئيس الوزراء بيقول لحضرتك قرار مجلس الوزراء بيقول لي يشتغل على الضابط دي حد ما نعمل لها الضابط الجديد ضروري على الضابط الجديد وإيه لا تفلت مننا الحكاية بس قيل ان ليلا اسكندر مشت لانها رفضت مما استخدام الفحم في انتاج الطاقة وان في دكتور خالد فاهمي جاي رجل رافع شعار من اول يوم نعم للفحم انا جاي امضي على طول انا نعم للفحم من الوزراء اللي قبل كده من قبل ما يصار كده في الوعي العام ومن قبل ما تدرك دلوها ومن قبل ما كل حاجة مؤيده من زمان ونفس المجموعة اللي في الوزراء اللي كانت شغالة مع دكتورها اللي كانت شغالة معي ساعتها وكان رأيها الفني بادخال الفحم بالضغط هناك توجه سياسي بيحكم التوجه الفني فاذا كانت الحكومة توجها ان انا ما عنديش مصادر طاقة وقادي مصادر الطاقة اللي موجودة عندي وعندي صناعة استراتيجية حطوقة بكرة كويس من الوضع الطبيعي ان زي ما بيحصل في كل العالم انك بتشوف المتيجيش النجرز اللي هي إجراءات التخفيف والإدارة اللي هو اذا تعرض ما هو فني مع ما هو سياسي ما هو سياسي يكسر اذا تعرض ما هو فني مع الصالح العام كويس اوال فني مفروض ما بيتعرضش لان حضرتك لو بصيت بنظرة ضيقة وكل المعلومات اللي بخيلة التلت البحق خطأ كويس وخطأ بين والالمان لما جم اللي جم قبل كده قالوا كده في تقريره قالوا ان المصريين يهدروا الطاقة بحرق الغاز في افرام الاسمنت عايزين ايه اكتر من كده وقالوا ان كل العالم بيحرق فحم وان انسب طريقة لحرق الفحم هو افرام الاسمنت فما الجدال يعني احنا بنجدل في ايه بنجدل في فاكتس دي حقائق كويس انا اعلامها من زمان انا خليل تلوص صناعي والدكتورات بتاعتي كانت على حلوان وعلى اسكندرية فانا اعرف الحكاية دي من زمان طيب خلينا انتقل لعدد من الملفات اا اخد معاك ملف مثلا تلوص نهر النيل من خلال المصانع الموجود عليه ايه للامانة كل الحكومات كبرت دماغ امم من بعد اتنين وخمسين امم ده اللي هو نوعات تاريخية ايه اتعمله ايه اعملنا خلاص احنا احنا عندنا بس قبل ما تقول اعملنا انا اعلم وبشكل شخصي انا هناك مصانع ملوصة للنيل فاة وهناك اصيران في كفر الزيات بتعمل ما عرفها وزير البيئة جاي او لا وزير تبيئة بتحط السدادة كده لزي الفل وتتصور معاة وبعد ما تمشي أتصرف يا ولد في النيل لا احنا نفتش باستمرار امم وكفر الزيات ما بتصرفش في النيل امم كفر الزيات بتصرف في المصارف اممم و المصارف بتنتقل اممم وتنزف في البحيرات اممم فمافيش صرف من كفر الزيات في اليل البحيارات دي كويس حتى انا كنت جايب معي البحيارات دي فين بس البحيارات الشمالية منزلوا البرولوس فوق ده مش معناه انه اه ان الكلام ده صح لأ تلوث لكن احنا اتفقنا مع السيد وزير الراي السيد وزير الاسكان على خطة خطة اول حاجة المصانع التي تصرف على النيل مباشرة نعم والترع ايه الخطة كويس احنا عندنا 102 منشأة عندنا دلوقتي اللي لازم على النيل على النيل مباشرة 102 تم تم معالجة كل ده مش فضل غير 9 علقتم 3 متسعين منشأة مش فضل شهر اللي انا بشتغل فيه اه ده بقى انا يعني تعالجه ازاي هو بيصرف هو اللي ساتك بتعرف هو المصنع بيطلع ايه بيطلع مية تبريد اه ومية عمليات صناعية نعم بيخلطهم على بعض علشان يخلي نسبة الملوثات تبقى غير التركيز يبقى تبع ايه تبع القانون نعم قويس احنا قلنا له لا حنفصل مية التبريد عن مية العمليات الصناعية نعم مية التبريد حضرتك هتعيد استخدام المية يؤيدني في ذلك ايه ان الارتفاع اسعار المياه لما شلنا الدعم عليها بقى اصبح التكلفة الحقيقية تبقى ان المصنع يبقى هو من مصنعها مية التبريد اللي هي مخلفات ايه اللي هي حضرتك فيه مصانع بتستخدق بتبقى عندها مراجل وإلى آخر فلندخل مية التبريد عشان تبرد العمليات ده مية مش شديرة التلوس دي مية مش شديرة التلوس بس فيها حرارة عالية نعم بتموت السمك متكلفة من كزا سنة خمسين مليون جنيه. اه. ففضل عندنا تسعة. اه. اللي لسه. اه. تسعة مصنع. تسعة. واحد بكرة بدعو سيادتك. اه. الصبح بدري. كويس. احنا راحين. بكرة نفتتح مع سيد وزير التاموين. اخر مرحلة بحيث تخيل الشركة. ساعة سبع صبح. اه وزير التاموين كان بيقول لي. بكرة. اه. ان شاء الله. اللي بكرة سبع صورة. نفس الوقت يا فندم. اه. جاي بين الست مصانع التاميين. اللي هم تابع نفس الشركة. اللي موجودين في صعيد مصر. ولسه ما عملوش خطط لتوفيق اوضاعوا مغلبين معكسين شوية. اه. كويس? انا ممكن. انزل وامل محضر. واحنا عملنا له اه. اعملتم محضر قبل كده. حياخد محضر تاني حيتسجن. نعم. رئيس مجلس الدراء. حياخد له سنة ولا سنة ونص. نعم. طب ماشي دخل السجن. وانا. حصل ايه. والعمال وا 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 وا. لا العمال لا. العمال القانون يقول. لا انا عصد المصنع يعني هيتأسن. لا قانون البيئة ينص صراحة. اذا افلت الشركة بدون ضرر على اجور العملية. يعني منصوص عليها. طي. القانون صراحة. فما عنيش مشاكل. يا انت ترى لا لو انت انجازت ما يوازي خمسة واسعين في المية من المصانع اللي بتصرف في نهر النيل. بنجف احنا بقى دلوقتي يا فنم. على اللي بيصرف في المصارف مش في النيل. اه. كويس. فده بيحتاج ان احنا فتشنا عليه واحنا بنحضر دلوقتي احنا نخلص مرحلة. وفي نفس الوقت فيه مجموعة اخرى. بتحضر لي لل. نعم. للي جاي بعد كده. نعم. حصرناهم. عملنا تفتيش على كل محطات الصرف الصحي. فيهم مخالفات بلغناها لوزير الاسكان. كويس. يعني فيه محطات صرف الصحي غير اه اه مخالفة. نعم. ده المرحلة التانية اللي جايين عليها. في نفس الوقت الشغالين في بحيرة المنزلة. على المنطقة الصناعية اللي المصانع اللي مببوضة ببرسعيد. وفي الدقاء. وديني توقيت لاستكمال هذه المنظومة. لا ادي لحضرتك توقيت ان انا اه على اخر السنة اخلص لك الست مصانع اللي فاضلين على نهر النيل. اه. ادي لحضرتك ان. تقفل حلقات دي مسجلة وبنجيب الوزير تاني. انا ما عنديش اي مشاكل. وممكن اجي بعد ما طلعت من وزارة ما عنديش مشاكل يعني. اقول لحضرتك حصري بقى. لان انا بتابع انا مهتمة بالحكاية. عندنا ايوسنا منطقة الصناعية كبيرة فيها تمانية وتمانين مصنع. محطة الصرف هتخلص اخر ديسمبر ده اقدر اوعدت حضرتك بيها. ان اخر ديسمبر نروحنا افتتاحها. عندنا في اه في اللي بتصب على المنزلة ان احنا متوقعين في خلال ستة شهر لسنة. اه. ان احنا نكون عمالنا نحططين الصرف الكبار في برسعيد. وقدرنا نسيطر. طيب. على المصانع الباقي. لكن حضرتك عايز بس اقول للناس حاجة. اه. انا جايب معايا تقرير لوزارة الصحة. اه. على قياسات نهر النيل. اه. اللي هي الميا اللي بنشربها. اللي الميا اللي حضرتك بتشربها. اللي وزارة الصحة. اه. معناية اساسا بالجزء الخاص. اللي بنشربها في القائمة. ايه. بس في الاقاليم في كلام تاني. تتحدث على ان. وده موجود في المراجع الدولية. نعم تتحدث عن ايه. امنيل بصفة عامة. بصفة عامة. اه. لما تاخد كنظام بيئي لذال غير ملاوث. عندنا بقر للتلاوث. اه. كويس. لكن وسط طوله الكبير ده ما بيتأثرش. وسط طوله كبير. والجريان. بتاعه. اه. بيئد. بالاضافة ان. اهم البقر الملوسة فين? اهم البقر الملوسة. هقول لحضرتك. اهمية وجودة. اه. هتلاقيها بجوار مراكز صناعية. اهو كده. والصرف الصحي. اه. هي اللي عملان. ما ده برضو عندك صرف صحي في النيل? اه. لانا عندي بقى صرف صحي عشوائي. طب اخد منك المناطق. شديدة التلاوث. لا يعني مش شديد التلاوث. البقر. البقر الملوسة في النيل. يعني اهي حضرتك. البقر الملوسة. وده احدث حاجة. البقر اللي هي. ايه. بيئة. كويس. عندنا مسلا. نتائج متبقية المبيضات. وهي اهم حاجة ملوسة للبيئة. انها في حدود المسبوح بيها لجميع المحافظات. تركيز المعدنة السقيلة في المياه في حدود المعدنة السقيلة. اهم حاجتين. المعدنة السقيلة والمبيدات تركيزة عندي بقى مشكلة في ايه عندي مشكلة في تلوث بعض الاسماك بالمعادة السقيلة المحافظات اللي هي الشرقية والسويس محافظات الشرقية والسويس اه لان السمك هناك كويس بيتعرر يتعرض ينفق فبينفق فهناك عندي مشكلة كويس هي زيادة ايه هي المفروض تكون اه بوينت تلاتة ميلي جرام لكل كيلو جرام هي بوينت تلاتة تمانية يعني الفرق واحد في المية مش كتير بس ده بيخلينا ايه ايه بقى الخلاصة يا جماعة يا بتوع الصرف الصحي خلصوا صرف الصحي ويا جماعة يا بتوع المصانع هي مكتوبة اهو بهاز البيئة اهو الحاسة اللي توفيق اوضاع المصانع اللي تصرف على المكان المية اللي احنا بنعمله ايوة فنم عندنا مشاكل تلوس ويبقى المعين وايوة فنم محتاجين تسعتراشر مليار جنيه للصرف الصحي لمعالجة مشكلة بالصرف الصحي احنا عندنا خمسين في المية من سكان مصر يتمتعوا بالصرف الصحي احنا عندنا فنم خمسة عاشرين في المية من سكان مصر يتمتعونا بالصرف الصحي خمسة وسبعين في المية فنم من السكان لا يتمتعوا بالصرف الصحي الله اللي بقولولك دي بيانات حكومية بس ماشي طب انت اصدق لان انت احنا فيها كل يوم. انت في المجلس كل يوم. يعني انا فيها كل يوم. اه اه. خبس وصلعين في المئة من المصريين اللي هي تمتعونوا بصرف الصحي. كلهم قرى لان القرى يا فندم يعني واتصلنا لها المية يعني قبل كده كان بيوصلوا المية عشان يقولوا احنا وصلنا المية. لكن ما عملناه صرف الصحي. فمشاكل التلاتين سنة دي جاي عليك دلوقتي انك تحل مشاكل تلاتين سنة. هو ده اللي بيؤدي الى اصابة عدد كبير من المصريين بامراض الفشل الكلة وكده. انا طبعا مش طبيعي. لا مش طبيعي. كويس. يعني ما عندكش صرف صحي. ولكن عندي بداية. والمعادنة. والمعادنة في المية. اه. ممكن تأثر على كلام ده. كويس. بالاضافة بقى فيه حاجات اخرى. تلاتين الرقم اللي محتاجينه نحل مشاكل الصرف الصحي كم مليارة? اه نعم نكلم على ساعتاشر مليار. ساعتاشر مليار. كويس. وانتوا قاعدين في المجلس الوزراء فيه كلام ان ده يتحل بسرعة. اه طبعا فيه كلام من كزا حاجة. لا علشان اغطي الخمسة وسبعين في المال بقين? اه. ساعتاشر مليار. بس عايز وقت. ليه? عشان فلوس? كويس. انت حتى لو معاك الفلوس يا فندم ما عندكش امكانية اه شركات المأولاد تنشئ كل دول. يعني فيه حاجة اسمها كرم. حتى لو جبتش اهدات من بره. اه شركات من بره. اه الطاقة الاستحابية للسيستم. كويس. مالي وادارة مالية وادارة فنية. لكن احنا بنفكر في حاجات جديدة. كم سنة مسلا? يعني احنا بنتكلم على على تمان سنين. تسعة سنين. تقضي على مشكلة الصرف الصحي. لو اشتغلنا بيه. لو اشتغلنا بالنمط التخليدي لمحاطات الصرف الصحي. اه. لكن هناك بدائل للتجمعات الصغيرة. اه. قليلة الكلفة. اه. بتوصل مسلا فيه حاجة معمولة في الفيون. اه. كويس. اليابانيين عملوها. بتوينمائة الف جنيه. اه. تخدم اربعين اسر. اه. وبالتالي فيه حلول بديلة. كويس. احنا بنفكر حاليا مع مع عادل بيل ابيب ولسه عادين اسبوع الفاتح مع سبع وشتر محافظة. اه. ان احنا هنختار بعض القرى. اه. خمسة في كل محافظة. وحنبدأ ان نجيب الحاجات الجديدة دي. اللي هي البلغاز. لا فان اللي هي حاجات اساسا مبنية على 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 المعالجة البيولوجية. اه. كويس. اه يعني طريقة معينة مصاطب معينة بتتعمل وكل حاجة بيبقى فيها فالاتر من اسمنت وزلط ورمل ومش عارف ايه. ثم تحط كلور في الاخر بحيس يوصل لمعايير معينة تقدر تصرف على الصرف. سؤال الاخر. ايه بدائل بنفكر فيها ونبدأ نطبقها لان دروا نخرج من الحكاية دي. اه. بحلول غير تقلوبية. طيب سؤال الاخير لحضبتك. قيمني البيئة المصرية. اديها دركة. اقول حالتك حاجة. خليني اميز بين البيئة الحضرية المصرية والبيئة في المناطق غير الحضرية. البيئة الحضرية المصرية تعاني من الكسافة السكانية العالية والانشطة. وبالتالي عندي مشاكل في تلاوس الهواء. عندي مشاكل في القمامة. عندي مشاكل في آآ آآ الماية. ولكن البيئة غير الحضرية. اللي هو مستقبل مصر فيها. المصر مش هتقدر مش هنفضل طول امرينا الشعب المصري محبوس في سبعة في المية وقالة من سبعة في المية من الوادي. الخروج من الوادي اصبح حتميا. لان الطاقة البيئية للانظمة دي لا يمكن تستقع بسكانتين. لا يمكن الا بتامن بارس جدا. يفوق تامن الخروج. وبالتالي انا كل امل في المخاططات العمرية اللي محطوطة. واهمها نحو القناة السويس. واللي هيعملو. السحل الشمالي الغربي. العالمين. اللي متوقع ان هو ياخد اربعة وثلاثين في المية. من سكان مصر. كويس. هي دي البيئة اللي انا ببصلها. وهي دي لح تقدر تخفف الضغط على الوادي. سنة بوص حضرتك لاجزاء من النيل تتمتع بجمال رهيب في الصعيد. نعم. فاسوان. كويس. انزع حضرتك. يعني انا شفت. كان يوجد رئيس فرنسا الاسبت. فرنسوان بيقعد في اسوان. بس احنا ما احترامه يعني. احنا خدناها القبح. حتى اعتدناها. والاسف اعتدناها وكلنا اعتدناها. كويس. فلكن في امل. في مناطق جميلة في مصر. مصر جميلة وممكن نخليها اجمل. ولكن مش هتبقى حكومة بس. هي حكومة وشعب. حكومة وشعب. انا معك. وان شاء الله يعني ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله جدنا في تزامر الجابة وطول لناها امر حلو. ربنا يسأل ان شاء الله يا فن. ان شاء الله تحت امر. انا بشكر حضرتك على تشريفك لينا معالي وزير البيئة. الدكتور خالد فامي. تحت امر. وعلى ساعة صدرك لاجابة على كل اسئلة. تحت امر ساتيك. هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل هيشرفني اللواء اسماعيل النجدة. رئيس هيئة الهيئة القومية للانفاق. رئيس انفاق مصر على طول. معادة انفاق غزة لان دي مش طبع مصر. موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 اه لكن ادارة نفق لازهر تبع ولا الادارة ادارة نفق لازهر حاليا تتبع محافظة قاهرة انا عملت السنة مش كل مشروع هعمله حديره بس اعساس عند حابتك المهندسين والفنين ما بيحتاجونا فنان احنا موجودين لخدمة اي شغل لنا المعاونة الفنية من عندنا معاونة الفنية فقط انما كادارة وتشغيل كل جهة بتستلم الشغل بعد ما بنستلم طب صيانة نفق لازهر تبع مين تبع حاليا محافظة قاهرة محافظة قاهرة محافظة قاهرة وفيه ادارة مركزية عنده للانفاق جوه هيكل تنظيم المحافظة اذا هيظل مترو الانفاق هو بقى قدس الاقدس بس ما بوليه الشركة بتديره برده مش هنالي بديره يعني فيه شركة ادارة وتشغيل المترو مسؤولة عن الادارة والصيانة عن الادارة والصيانة انما ما بتستغناش عننا احنا غارزين معاها عشان طبعا نحافظ تتولو عمليات الحفر والانشاء الانشاء الهندسي انا هيئة علمية هندسية انا بتاعة انشاء المشروع ده الاساس انا مش بتاعة تشغيل اه ولا صيانة نعم طيب من اللي بيحدد ان هذه المنطقة ينبغي ان يقام فيها نفق الحكومة احنا احنا كهيئة انتم كهيئة احنا دراساتنا كهيئة يعني امامكم خريطة مصر عشان ابسطها طبعا طبعا اه وحضرتك ترى ان هذه المنطقة تحتاج نفق طبعا دي دراسة نقل كاملة بتتعمل زي مخطة الانفاء لمتر الانفاء مخطة خطوط متر الانفاء الست خطوط الطمحين اللي احنا نفسنا نصل اليهم نعم الفكرة حاليا في خطين ونص نعم من الوقت خطين ونص من الستة احنا نفذنا خطين ونص في الخدمة منذ واحد وتمانين منذ تلاتة وتمانين تلاتة وتمانين حتى الان واحد وتلاتين سنة خطين ونص هو الخط الأول حلوان المرج الخط الثاني شبرة الخيمة المنيب والخط الثالث اللي احنا شغالين فيه حاليا هو أربع مراحل خلصنا مرحلتين فتحناهم للجمهور وحاليا مشتبكين في مرحلتين تانية يتبقى ثلاث خطوط ونصف ثلاث خطوط كاملة حتى نغطي القاهرة الكبرى عشان نغطي القاهرة الكبرى بالزبط تقدير حدويتك ياخده سنوات قد ايه التخطيط في خطة النقل اللي كانت مخططة في التمانينات وابتدوا بيها ان ده كان لحد سنة خمسة وثلاثين يخلصوا السد خطوط الفين خمسة وثلاثين بالزبط تقدير حدرتك بعد ما تبقى واحد وعشرين سنة للنهاردة احنا بنتكلم في عشرين عشرين يعني حتى في المدة تقل لاسمحش نقعد لخمسة وثلاثين ابدا ظروف الزحمة اللي في قاهرة النهاردة وصرعة العربية وزحمة العربية والتكدس اللي في قاهرة النهاردة ومعدل نمو السكان لا ما يخلينيش نستنى افدا خمسة وثلاثين وعش كده بقول لحضرتك النهاردة الاول مرة في مصر احنا بنشتغل في تلات مراحل مرة واحد مرة واحد انا عندي في الخط التالت مرحلتين اللي هي التالتة والربعة التالتة اللي هي عليها مشكلة الزمالك اللي هي ماشية من العتبة المسبير والزمالك ودخل عكتكات من بابها في فرع وبقول لها تدكرونه جامعة تكورة من ناحية تانية والمرحلة الرابعة اللي واخدها من مصر الجديدة اللي هي احنا حاليا في محطة الكربة اللي هي الاهرام هنمشي لهارون مستشفى اليوبلس مدان الف مسكن احنا اخد جسر سويس من الكامل وصولا ليه محطة عدلي منصور اللي هي مدخل مدينة السلام وفيه فرعة منها هتدخل على المطار من محطة هارون على مدان الحجاز على مساكن الشيرتون على تيرمينال ثلاثة في المطار ده مرحلتين اللي هما بقيت الخط التالت وحبتدي الخط الرابع برضو مع شهر مارس تقريبا اللي جاي المرحلة الاولى بنسميها اولى رابع الخط الرابع الاولى رابع جايبة من عندكم من هنا من اكتوبر لحد عمر بن العاص او الفستات من اين في اكتوبر هتبدأ؟ من قدام دريملاند من قدام دريملاند محطة طريق الوحاد ده هيبقى في محطة مترو دريملاند هيدخل على المتحف الجديد على خلف النادي الرماية على المصر يعني يبدأ من دريمل يعني طريق الوحاد بزفت فانا وحيوصل لشارع النصر الصحراوي ويمشي تحت شارع الهرم بالكامل لمدان الجيزة ويدخل على مصر الاديمة لكن دي المرحلة الاولى المرحلة الاولى المرحلة الاولى التانية هتاخد من عمر بن العاص لمصر الاديمة او الفستات هتوصلنا لحد القاهرة جديدة واول طريق السويس فحتلقص حضرتك ان انا جاي بالقاهرة من هنا الهنا من اكتوبر للقاهرة الجديدة لطريق السويس ده من شراء اله ده تكلم من اكتوبر لتجمع الخيزة ده حيو هتبدأ في اكتوبر امتى المرحلة دي اللي هتبتدي على شهر مارس الجاة ان شاء الله شهر مارس شهر مارس يعني هنشوف قدام مدينة الانتاج الالي هنشتغل فعلا قدام مدينة الانتاج الالي هناخد لنا في حدود التلات سنين نخلص من هزي المرحلة هتلاقي مدروف خلال تلات سنين هنا في اكتوبر ده علشان الشباب اللي بيشتغلوا في المدينة لانتاج تلات ونص والله احنا احنا طمحين جدا و احنا عدى تلاتين سنة في اتنين ونص خط خطين ونص هايس اقول لحضرتك احنا بنجري مصر كلها بتجري دلوقتي حقيقة دي حقيقة الرئيس اما كان بيجري في السبق بالعجلة وطلع الاول على فكرة فاكر الصورة بتاعة الرئيس الشهيرة اللي طلع فيها في المارسون بتاع العجلة اه اه بالزافت وقبل كده جري مارسون على رجليه هو بيجري في مصر وهمش بيقول انا انا جماعة رياضي انا هجري دي عايز فلوس عشان تعمل تلاتة ونص المحطة ان شاء الله بص حضرتك الحكومة حاليا بتمول الحكومة كاملة ودي الاول مرة تحصل بتمول مرحلة كاملة وهي المرحلة الرابعة من الخط التالت وعندنا تمويل المرحلة التالتة من الخط التالت جاينا من الاتحاد الاوروبي 50% و50% تمويل حكومة نفس النسبة في الاولى رابعة الخط الرابع 50% من الجايكة اليابانية وخمسين في المائة تمويل حكومة. فوردي الحكومة شايلة شيلة كبيرة او معي في الحقيقة في الثلاث مراحل دول. وحندخل على انفاق قناة السويس حقولك ارقام عالية جدا. هاخد ده وده جزء من الحواري مع حضرتك. بس عايز اعرف اه لو انا بحسب انجاز التعبير بالكيلو. ها. كيلو متره الانفاق لما كنا بنحفره في تلاتة وتمانين بكمه النهار ده بكان. هيكفي ان انا اقول لحضرتك الخط الاول كله. من المرج الحلوان. من المرج الحلوان ده 44 كيلو. 44 كيلو. كلفنا اقل من الاتنين مليار شوية. نعم. يعني واحد وتسعة من عشرة او شوية تفكة. نعم. نقول اتنين مليار. جنيه. اه. جنيه لهم لجنيه. اتنين مليار جنيه. اه. المرحلة الواحدة النهار ده حوالي 18 كيلو زي بتاعت اه زي بتاعتنا في اكتوبر دي. خط الرابع هي 18 مليار جنيه. 18 مليار? 18 كيلو 18 مليار جنيه. اه يعني انت كنت بتكالب في 40 مليار جنيه لو كنت تعمل مرج الحلوان. ده حقيقة. كان كان يدخل بسعر النهاردة. اه. في الاربعين. اربعة اربعين مليار جنيه. اه. رقم اه. يعني انت من مصلحتك ان تنجز فورا. طبعا. طبعا. وده اللي انا فهم من حركك انك هتشتغل على خطوط متوازية. بالزبط. مش هتقول لأ لازم اخد الاول الخط ده الارد. انت بترمي هنا وهنا وهنا. ده حقيقة احنا بتشغل بتوازي دلوقتي. عشان نضغط حقيقي المدة اللي هي من هنا الخمسة وتلاتين اللي احنا مش ماترفين بها. اللي مش عايزين ننفذ عليها. لان فعلا هتبقى. اه صعبة جدا. احنا عندنا قريد الخط الرابع سمنا الخط الياباني لان اليابانيين شايلينها. معنا الصور اه. معنا. اه. مرحلة الاولى من الخط الرابع. بالزبط فانه. اه. اه. وراح. اه. اه. والزبط فانه. بالزبط. 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 دي. اه. الرابع خلاص الرابع المهر ده بقى تمويل ياباني والحمد لله هم بيتناقشوا معنا في المرحلة التانية منه هو مرحلتين اتنى التمويل بقى ده تمويل قرد ولا تمويل مساعدة لا لا قرد مفيش مساعدة خلص بس فرنسا ادتنا للخط الاول كلها كروض يعني متر الانفاء مفيش كنيت دفع فيه حكومة وقرد هو بيدفع مساعدة في الدراسات اما يجي دولة من الدولة الاتحاد الاوروبي بيدرس معايا مرحلة زي المرحلة التالتة اللي بيبتديها دي بيديني مثلا مليون دولار اتنين مليون دولار لصالح الدراسات والتصميمات فقط يعني ويتعهد بتمويل التنفيذ التمويل ده انا واخد من الاتحاد الاوروبي في المرحلة التالتة بس واخد تسعمائة مليون يورو الهيئة هنا هي اللي بتقترضه الحكومة باسم الحكومة باسم الحكومية انا مش هي اقتصادية واللي بيسدد الحكومة والحكومة اللي بتسدد ده حياة وزارة المال تسعمائة مليون يورو يعني تسعة مليار جنيه طيب ليه سبنا الخبرة الفرنسية اللي خدناها في الخط الاول للمرجح الول وحضرتك الان انتقلت الى الخبرة اليابانية هو تنوية لتكنولوجيا انفتاح على تكنولوجيا جديدة بنتعلمها برضو النهاردة الفرنسيين تقريبا شايلين تلت خطوط خط الاولاني والتاني ونص التالت وقد يكملوا معنا بس احبتها توسع انت تاخد برضو انا افتح للمستثمرين كلهم انا مش واقف على الفرنسيين لوحدهم او الاوروبيين لوحدهم انا عندي الخط الخامس والسادس لسه ما ابتدتوش تمويل خالص عندي خطابه بصراحة كتير عندي خطابه ليه مفيش خطاب مصري والله ولا ده 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 مش مجال استثماره يعني ليه هامش ربح جيد حقيقة لا هامش ربح مفيش لا الشركات الاجنبية لا انا التسكرة بجنيه ما انت بتدفع ايمة التكلفة اه اه لا يعني انا لا ان انا اجي احفر ان انا ابني لك خط مترو وسلمولك وتحسبني حقيقة حقيقة ده محتاج انك تغير منظومة التسكرة عشان تجيب العيد للمستثمر اللي حيدخل انا كرودي كلها كرود حكومية بفايدة قليلة انا الجايكة مدياني فايدة اتنين من عشرة في المية ده لا يذكر لا يذكر طيب مين المستثمر حيجي الدهالي ايه ده المشكلة انما المستثمر ولا اي بنك تجارب يديني طالب ستة وسبعة في المية الروس جوم طالبوا ستة ومصف في المية ورفضنا حقيقة في الخط الخامس رغم ان ده اعلى من الفوائد العالمية الاتحال الاوروبة بيديني تلاتة وشوية ده اعلى نسبة فايدة باخدها طيب خليني اخد حرتك اللي هو اه تكلفة التشغيل اه انت عندك هيئة وحفر وواواوا اه خلص زبطت الليلة كده وزي الفل لحد انا ما اجي كمستهل كمواطن بشتري منك الدسكرة وبركب المواصلة المشكلة هنا بقى في التكلفة ايه القيمة اللي انا بشتري بها هزي الدسكرة ولتكن الجنيه ايه الدسكرة دي وقف عليك بكامل وقف علي النهاردة بتمانية جنيه ونص تريبا تمانية جنيه ونص اه تمانية جنيه ونص دخل في حدود التسعة جنيه مع ارتفاع سعر التكلفة انا بباحة بجنيه وبالعكس ده فيه اشتراك التسكرة فيه باربين قرش لان انا عندي كل اي واحد من حقه يجيب اشتراك الاشتراك بتوصل فيه التسكرة الفئات كتير اربين قرش وخمسين قرش وستين قرش طيب عايز اوضح لما انا بشتري الدسكرة بجنيه وهي متكلفة عليك تمانية ونص الفرق السبعة ونص دول ده محملة بحفر المتر وبناءه وتكلفة القطار والتشغيل كل حاجة تكلفة الكارد اللي بيتسدد الدولة بتسدده فده ما تحمل على تمانية تسكرة تكلفة التشغيل كأجر عمور مرتبات واجور متحملها صيانة وإحلال وتجديد متحمل نعم فده تكلفة عالية جدا نهارا ده الكلام اللي قاله الرئيس السيسي ده نهاية 8 ونص طيب خلينا نستبعد تكلفة الانشاء والحفر الى اخره وكلمنا عن تكلفة التشغيل يعني حضبتك كلتا بتطالب ان الدسكرة تبقى باثنين جنيه عشان تغطي ايه التشغيل والصيانة عشان اغطي اجور مرتبات الاول نعم عشان اغطي صيانة عشان اغطي استهلاق كهرباء انا مستهلك عالي للكهرباء نعم انا الكهرباء بتدخلي في السنة مش هلم 15 مليون جنيه مليار ازقى مليون مليون في السنة بتسهلك 15 مليون جنيه 15 مليون جنيه تعريب بأخبر حضبتك لان انا سعري خاص جدا انت بتاخد كهرباء بسعر اه ده انا باخدها مدعمة من الحكومة الحكومة انا بتدنيش كهرباء تجاري خالص ده بتدهاني مدعمة وده احد مصادر الدعم للتسكرة طبعا اه يعني السبعة ونص دول مش جايين من فرق لا لا مش من فرق داخل فيها كهرباء وحفر المترو والصيانة والتشغيل كل ده ده نعم عشان اصل لكم عادلة وده صعب اول ده صعب لو مستثمر جيه وبأي نظام من انزمة الاستثمار النهاردة دخل ينشئ معايا خطم القطوط عايز تشتغل كده وده صعب جيه انا معاك وده وضع الدولة وده ظروف الاقتصادية وده حل الموطن المصر ايه لكن هل معنى كده وهناك ظروف بيرعيها ترعاها الدولة ويرعاها الرئيس هل معنى كده ان انا اسكت ولا مفروض يكون عندي بداء الاخرى ده حيل ان انا زود بقى الدخل هو حقيقة التكلفة ديهت النهاردة انا الشركة الادارة والتشغيل للمترو اللي هي بتجيب الدخل صراحة هو مش انا اللي بتجيلي الشركة النهاردة انا عايده مجلس اداريته عارف ميزانيتها اكيد الشركة النهاردة بتدت تخسر الشركة النهاردة بتدت تتجاوز المية وخمسين مليون جنيه خسائر بتدينا الكام في مية وسبعين مليون تمنيين هي بدأت بوضعها كان ايه تلاتة وتمانين لا لا كانت مغطية كانت ساعتها التسكرة اقتصادية مقبولة واخذ بالحضرتك مع الوقت ابتدينا نخسر النهاردة دخلنا السنة دي بخسائر مية وتمانين تقريبا مليون جنيه مية وتمانين مليون جنيه طب السنة جاية تبقى كم هتزيد السنة اللي بعد ايه حنيبقى زي السكة الحديد هل ده مقبول ان مرفق المترو الشيك الراكي ده وقت يوصل يبقى في خدمته سيء كده ما ينفعش وبالتالي احنا لازم يبقى لنا افكار حقيقة كانت اخر فكرة هي رفع تمن التسكرة اخر فكرة مفكر فيها دي اخر فكرة احنا عندنا افكار كتيرة زي النهاردة الاستغلال الاقتصادي للمحطات نفسها كاعلانات انا عندي احطان المحطات ما لسه اقول لحرتك ليه ما فكرتوش في ده من زمان لا لا فكرنا اكيد فكرنا وكان فيه وتقدر تعمل مناقصات ده حص ده حص النهاردة كانت احد وكالات مش بسر انا عندنا وكالة من الوكالات وقد عقد الاعلانات وحصل خلاف ومشاكل اثناء الثورة دي وناس دخلوا وكسروا ليفت بتاعتهم حالين الامور عادت يعني فابتدينا النهاردة فعلا عملنا المناقصة وان شاء الله حنبتدي الاعلانات الاعلانات على حقت هتجيب لك كام الاعلانات بس ده رقم هيبقى معلن يعني هتبقى في حدود مية وعشين مية وخمسين مليون جنيه مش رقم كبير يعني بس هيغطي لك العكس اول حاجة اه ده كويس ده كويس ده بند اه ده بند عندي الاعلان عندي الاستغلال التجاري اه ما تفتح اتشارك بزبط كده انا عندي بعض الاماكن جوه المحطات ممكن استغلالها تجاري حتى في حرم المتو انا ممكن فيه اماكن عندي ممكن استغلالها تجاري وعندك اماكن مميزة يعني تقدر تعمل شركات اتصالات عندك ده حي شركات انترنت تقدر تقدم لي الخدمة والله حتى محلات السور ماركت عندنا الساد في حرم اه سيداليات بالزلط يعني اصلا انت بتكلم عدد مستخدم المترو كام يوميا تلاتة ونص لاربعة مليون يوميا طيب راكم يعني اربعة مليون متخيل محتاجين سيداليات حجم تسويق كويس اه هتفتحوا ده قريبا اه على طول انت كده هتبقى غني بقى ان شاء الله عمال نغطي نغطي التكلفة بالزبط انت محتاج كم بالزبط انا في السنة انا محتاج سبعمائة وخمسين مليون جنيه في السنة تتذكر بتجيب لك كم بتجيب لي حوالي خمسمائة وخمسين يعني عندك بثين مليون عجز اه انا دخل في مئة وتمانين السنة دي عجز وبيزيد اه فمع لو الاعلانات هتبتدي تسند معي اه هتبتدي تسند وبالتالي لنلجأ الى ازيادة مش مع خلاص ست رئيس القرار احنا ننفذه انتهى طب ما خلينا نقش بعك بشكل تاني اه انا موافق ان الريس ياخد هذا القرار على اساس ان فيه ارتفاع اسعار البنزين والسولر وانا كم وقت ان هركم الميكرو باس بلاي الاسعار غالية هنزل اخد المترو بس برضو بحنا مش عايزين نقرر الخطأ اللي واقعنا فيه كدولة طوال سنوات لما سبت سعر لتر البنزين والسولر سنوات طويلة وفجأة قررت تزود برة واحد اللي همنا ان احنا نقول ان احنا هنزود عشرة في المية كل سنة يعني اللي هي بدل انا مش هقول دي دلوقتي لان ما فيش تفكير حاليا في دا دلوقتي لا يوجد اي نية مطلقة حاليا احنا لغينا على قراصة الرئيس اللي اكيد بنحترمه نعم ونفزناه وحاليا ما فيش تفكير تمام ولكن قد يكون في المستحبه زي معالي وزير مصرح مبارع في مؤتمر الصحفي اه وزير النقل اه 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 النهاردة احنا داخلين على تطوير كتير احنا داخلين على احلال الخط الاول بالكامل ستة وخمسين قطر محتاجين فلوس ستة وخمسين احنا عندي ستة وخمسين قطر عامل على الخط الاول واحد عندي ما كان تذاكر الف وخمسين ما كانت تذاكر طبعا كلها بات ولد فاشون قديمة جدا مالهاشكة عغيال لازم نعمل احنا له تجديل الخط الاول يكلف كامل كتير اوى لما تدخل حضرتك الستة وخمسين قطر القطر الواحد بيتكلف مية وتلاتين مليون جديد يا الله اه القطر الواحد فضرب حضرتك مية وتلاتين في ستة ده رقم صعب رقم كتير اه رقم عايز ما كانا نحسن اه حقيقة احنا احنا في عشرين قطر نزلين ان شاء الله مع بداية السنة قطر قطر مش عشرين مرة واحد يعني العقدة بعشرين قطر بداية من نهاير في اول قطر حيوصل وكل شهر بيوصل قطر دولة دخلين على الخط الاول على طول بناخد منهم عشرين قطر من القدامة وبنريد رفع كفائتهم كاملين نرجعهم جداد زي اللي دخل جديد عشان نقلل التكلفة بس نهاردة القطر مية وتلاتين نهاردة مرفع كفاية قطر يعني مشكلة القطر الاولان الخط الاولان في التكييف والتهوية دي المشكلة الرأسية حقيقة الحالة الفنية بتاعته مش وحشة متقدرش تضيف له تكييف اه ده اللي انا حنعمله حنعمله ونجديده من الداخل القطرات الجديدة القادمة اه فيها تكييف اه طبعا طبعا زي التالت شوف حضرتك الخط التالت النهاردة حاجة اه احدى استكنولوجيا في العالم اه زورت دول اجنبية شوفت خطوط المترو الانفاء اناك ازاي ده حقيقة انا زورت البرازيل زورت كوريا زورت فرنسا طبعا زورت هولندا زورت وتفرجت زورت دبي طبعا من الشرق للغرب اتفرجنا سداني محمد بي ان احنا يعني مش حال ها يفرق بينه بينه نتفخر 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 تبخلينا نتفخر في بعض الخطوط اه ايه ممكن التالت بالذات التالت لانو احدث الخطوط uje الاول الاول انا معاك في الاول انا معاك في الاول اه اناعرف معناتي الناس فيها او يعني وان شاء الله هيبقى الاول زي التالت assessment ما كانش احسن كبه. طيب. في بعض الدول العالم اه كمسال مثل مترو انفاق لندن. انت ما بتاخدش الدسكرة رايح مسلا من اه مطار القاهرة لمدان التحرير. وبترميها بعد ما تتل. اه. بيطاع لك الدسكرة مسلا لمدة اربعة وعشرين ساعة. بزا. هل احنا عندنا. عندنا الفكرة ده ان شاء الله. اه يعني ان اقعد على دسكرة مدة يوم مدة اسبوع مدة شهر. ده حي. يعني اه وبتبقى باسعار اه. ما هو ده فكرة من افكار الاشتراك او الابنية. ما هي الابنية هو التسكرة. التسكرة بتستخدمها لمدة شهر او ثلاث شهور كمان. فاحنا وردي بنستخدمه ومش جديد علينا على حاجة. لا ده هو بتقطع التيكت نفسه من غير الاشتراك. اه. اه. انا عندي بيعمل اشتراك من المحطة من شباكة التذاكر برضو. اه. بيقعد معي ثلاث شهور او ست شهور كمان. هو الاشتراك مسموح بالمين? لكل الطباط. للعسكريين وللشرطة وللقضاء وللمدرسين وللطلبة وللعمال. بمية السعافين. اه كلهم. كلهم من حق. حضرتك تقف تاخد اشتراك. مخفض. اه. لمدة ثلاث شهور او ست شهور. تخفيضة دقيق كم في المية تقريبها? انا بعد التذاكر واللي الطلبة بتوصل الاربعين في المية. اربعين اه ارش. انا موافق مع الطلبة. يعني اه. اكيد بندعمهم. اكيد بندعمهم. اكيد بندعمهم. اه. انما هو في المتوسط تراوح من خمسين للستين اشه. ايه احدث اجيال في مجال مترو الانفاء? يعني. احدث اجيال احنا جيبنا جيه للنهاردة اللي شغال في الخط التالت. ده احدث حاجة ولا? لا فيه ما انا حاول لحضرتك. اه. هو حاليا حقيقيه. اه السواق في القطر ما يسوقش. السواق ما قاعدة قدامه ازرارين اتنين يفتح ويف الباب. بس. لا تحكم للسواق. ما بيسوقش بمعنى ما بيسوقش. يا الله. اه. ده اللي موجود عندنا في الخط التالت. ده اللي موجود في دبي? اه. اه موجود في دبي. اه. موجود في فرنسا وموجود في بعض الدول الاوروبية النهاردة مفيش سواق اصلا. يمكن الكل شغال ده يخوف الجمهور عندنا. السقافة. انه يلاقي القطر ماشي بدون سواق. ما تعودناش دي. مش كده احنا مجبناش النوع ده من القطر لسه. اه. انما النهاردة احد استكنولوجيا في العالم. القطر ماشي الواحد. اصل القطر ده التحكم بتاعه عندي انا. من مركز التحكم. نعم. عندنا. لكل قطر في الخط. احنا حركته اه تهدئته اه وقوفه وايامه. حاليا. كله من عندنا من التحكم مركزه. اه. طب بمناسبة التحكم كيف انا اتحكم في سلوك المستهلك لمترو الانفاء. هل يعني ملاحزاتك عن اداء الراكب المصري في مترو الانفاء. بس اخد الاجابة بعد هزا الفصل. اطلع تحت امرك. تحت امرك. غرفة تتحكم مركزي هي تعتبر هي التي تدير المترو باكمله. الغرفة الحالية بتتحكم في الخط الاول والخط التاني. ونظام العمل داخل الغرفة نظام ورادي. الورادي تعمل على مدار اربعة وعشرين ساعي. يعني المترو عندنا هنا في فترات التشغيل الشغال شغال الغرفة. وبعد التشغيل بتبقى فيه الاعمال السيانة اللي بتتم ليلا فيه المترو. الغرفة هنا فيها نظم اتصالات سلكية ولا سلكية. بحيث ان المرائب يقدر يحتك بسائق الكتار ويشوف ايه المشكلة اللي عنده. قد تكون مشاكل خاصة باعطال الكتارات يقدر يتعاون معها بحيث يزيل العطل. ولحين ارسال ليه مجموعة السيانة. هنا يعتبر الغرفة هي المخ بتاع المترو. بحيث ان لو فيه اي مشكلة في اي محطة. نظر المحطة بيتصل بالغرفة هنا عشان يستشير الغرفة في كيفية تتصرف في هذه المشكلة في المحطة. احنا ممكن لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان ده الخط الاولاني. الخط الاولاني هو من محطة حلوة لمحطة المرج. وفيها طبعا زي ما احنا شايفين فيه نوافذة هي موجودة عليها ارقام الكتارات التي تتحرك. ففيه ارقام فردية وفيه ارقام زوجية. الارقام الفردية هي اتجاهها من حلوان الى المرج. والارقام الزوجية اللي هي تتحرك من المرج الى حلوان. فيه نظم تحكم طبعا في المحطات لان احنا عندنا فيه محطات تغذية الكهربية للمترو. ففيه عندنا هنا في الخط الاولاني فيه حوالي 30 محطة كهرباء. بحيث ان هي تغذي الشبكة الهوائية بتاعة الاي المترو. احنا هنا فيه تحكم ليها بحيث ان احنا لو فيه اي مشكلة في القطاع طيار كهرباء في اي محطة. بنيقدر ان احنا نعمل ايه اه نظام اتصال تاني بمحطة اخرى جنبيها بحيث ان احنا نقدر نخلي باستبرار الكهرباء متوجدة على شبكة الاي المترو. ده بالنسبة للخط الاي الاولاني. ففيه نظام تحكم حتى في الاشارات. الاشارات اللي هي بتاعت اللي بتتحرك بتحرك من خلالها الكتارات. فيه ليها نظام تحكم برضك من هنا بحيث ان احنا نقدر نتحكم في ايه في الاشارات للمترو. وببرضك المنورات في المحطات الانتهائية بنقدر نتحكم فيها وكده بحيث ان الكتار نقدر اه نحرك في المحطات الانتهائية يتوبى اه من الرصيف للرصيف. موسيقى 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 ايه المشاكلة بتابل حضرهاك في المترو والله كذا مشكلة بصراحة بس اخبارهم يعني الباع الجايلين دولت مالين المترو بطريقة يعني غير حضرية خالص يعني كتير جدا جدا الحاجة التانية الجامعة المتسولين دول هل هم ما يستحقوا ما يستحقوش برضو مالين المترو المشكلة ان محطة الشهده دي محطة يعني الضغط كله عليها المفروض السادات يتفتح لان كده يعني كده كتير المحطة دي يعني مفروض يصمع محطة الشعب المفروض يزوده عربيات كتارات عشان الزحمة المترو سعب يتلاقيه متأخر فترات كتيرة وما فيش حادي بينبيها بعض العربيات بطريقة فيها هوا ما بقولش تكييف يعني مراوع كلام زيبة المترو عاو الصيانة يعني ابسط حاجة العليات اللي الواحد بيمسك فيها دي في المترو عشان الواحد قصير مش موجودة قطعت ما تركبش غيرها في بواب للطلوع وبواب للنزول مفروض الناس تلتزم بها ويبقى فيه امن واقف عشان خطر ينظر الموضوع ده كويس فيه مقاعد اللي هي مخصصة للمعوقين مفيش حد بينظم الكلام ده مفيش ارشادات مفيش وعي عند الناس يقولي المترو احتمالي تذكرة تغلى وإحنا كتطلاب يعني الكلام دي ما يدفعش مفروض يكون فيه نظافة تمة في المترو وقت انتهاء العمل بالمترو ده مناسب ولا مفروض يمده الفترة شوية لو مده كويس عشان ما باش فيه موصلات عامة بالليل في الشوارع يعني لو قعد للساعة واحدة والساعة تنين مش مشكلة ايه المشكلة؟ النظافة الباع الجائلين كل دي مشاكل زمن التقاطر في مترو المرج المكن اللي بيبقى ساعات كتير عطلان بندخل التذكرة وبعد كده يقولوا لأ دي بايزة ويضطر نجيب تذكرة جديدة عايز يغالي الأسعار مش محسن يحسن الأول بعدين يقول غالي بجدر التحية بحضراتكم وحواري لسا متواصل مع اللواء إسماعيل النجدي رئيس الهيئة القومية للأنفاق وحديثنا النهاردة متواصل حول مترو الأنفاق قولي سيادة اللواء لو ما كناش عملنا مترو الأنفاق وبدأنا فيه من سنة 83 كان حالنا يبقى ايه في القاهرة الكبرى تدخل حضرتك النهاردة مع مترو الأنفاق الموجود وشغال النهاردة متوسط سرعة العربات في القاهرة ووسطها بالذات بيصل ل 12 كيلو متر ساعة طب لو منغير مترو واستنينا لعشرين وخمسة وعشرين ومع زيادة سكان من 16 ل 25 مليون نسمة تعداد القاهرة في زوارها ستصل السرعة بدون مترو الأنفاق إلى صفر صفر يعني العربات وقفة يعني فيش حركة مش هنعرف مش هكذا انتو بتجروا في مسألة الحقود لا احنا عايزين ننقل الناس العشرين وخمسة وعشرين مليون اللي حيكونوا في السنة 25 تعداد القاهرة عايزين ننقل منهم على الاقل 16 مليون تحت سطح الأرض اه انت بنقل الاربعة احنا بننقل في حدود الاربعة لما نكمل الست خطوط هنصل لحدود الـ 15-16 مليون يتبقى 9 مليون يبقوا سهلين ننقلهم يبقوا سهلين يبقوا العالمين طيب بعض الملاحزات لسادة الموطنين اللي بيتعاملوا مع مترو الانفاء اه عملتم ايه مسألة في مشكلة زي الباع الجائلين زي المتسولين اه هي كانت مشكلة زي ما وجهت القاهرة زي ما وجهت الجمهورية كلها في ايام الانفلات اللي فاتت حيبقى لنا شوية عين حمرة النهار ده وعننا بتحمر شويتين مش شوية يعني اه لازم 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 حيمشوا لازم احنا ابتدينا فعلا نمشيهم احنا ابتدينا اللي تجاه ده وان شاء الله حيخلص الكلام ده قريب جدا طيب في ما تعلق بمترو الانفاء هل في خطة ان بعض المحافظات اللي يبتشى التكدس اه 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 يتعامل فيها مترو الانفاء حقيقي يمكن ده كان توجيه من سادة الرئيس لنا بان شهر وشوية شغالين فيه حاليا يعني فيه مدن شديدة احنا اسكندرية فيه تخطيط اسكندرية طنطا اه حقيقي روحنا الغربية وروحنا المنصورة وروحنا الشرقية وروحنا المنوفية روحنا السيود في الجنوب ومازلنا شغالين بنعمل دراسات متكاملة على جميع المحافظات عشان ندي اسباقيات ندخل فين الاول اه اه شيشني كده اول محافظة اسكندرية اسكندرية اللي عليها لانها العاصمة التالية العاصمة التالية التكدس فيها اه عالي عالي صراحة لو في بداية تفكير يبقى امتى اه هو تمويل تمويل يعني يتوفر التمويل فورا بقر اسكندرية نشتغل فورا اه واحنا عرضين مترو اسكندرية على مستثمرين انهم ممكن يدخلوا معنا اه على بعض الدول ممكن يدخلوا معنا اذا حصلت الموافقات على فورا هنبتدي هو تمويل تمويل اه اسويت من العواصم اللي احنا عايزين ندخلها فعلا لان في مشكلة زحمة عندنا طنطة طبعا طنطة فيها مشكلة مع الطريق السريع نعم ان الطريق السريع يعتبر جزء من طنطة من مدينة طنطة فعايزين نفك الاشتباك ده الانفاق تحل جوه الكاهرة كمان نعم الانفاق البرية زي الانفاق اللي اظهر مش لازم يبقى متر وانفاق يعني النهاردة عندنا مشكلة التكدس بتاعة الطريق الانفاق لو حضرتك من عند المنصة شوف تقاطعات مدينة نصر عاملة ازاي من شارع يوسف عباس لشارع التيران لشارع عباس العقاد لما اكرم عبيد حتى الوصول ده ممكن ما يتعملش متر وانفاق يتعمل نافق نافق وعربيات تنزل من تحت وكل تقاطع تبقى تتوزع عليه ونسيب السطح لانسياب الحركة في انتم كهيئة بتدرسوا احنا بندرس وبنتعمل فيه مع المحافظة حية وعندنا اكتر مكترح لمناطق اختناقات كتيرة الانفاق النهاردة هتحلي كتير طيب خليني اخد حضرتك لجزء مهم يتعلق بمحطة السادات المغلقة بقالها فترة طويلة الى اين انتهيتم هي طبعا كل الناس عارفت ان محطة السادات مقفولة بسبب الامن هي هو اللي قفلها حاليا احنا بننصق مع الامن وهناك اتجاه ان نلحق قبل بداية الدراسة عشرين سبتمبر عندنا قبل عندنا انكم تلحق نلحق نفتحها لانها محطة مهمة جدا هتخف كتير على الشهدة ان الشهدة بقت تكدس فيها غير طبيعي خسرتكو ازيب محطة طبعا عندك تقدير محطة عطلانة النهاردة محطة زي دي في الخط الاول اللي عليه تكدس فوق الاثنين مليون ناس ما بيركبوه النهاردة بتخسرني مش اقل مثلا من عشرين تلاتين مليون جنيه كل سنة كل زي دي لو حسبتها الخط الاول المرج حلوان بيستوى بخمسين في المية من مستخدم المترو اكتر اكتر لانه اطول خطة اربعة وربعين كيلو اربعة وربعين كيلو فيه فوق الاثنين مليون ناس ما بيركبوه اذا خلال ايام من الممكن ان يتم اعادة فتح محطة السادات الرئيسية يعني وده بيتم بالتنصيق ما بين الجهاز وما بين وزارة الداخلية طيب تعالا بقى نروح لاهالي الزمالك الكرة هم شايفين ان وجود هزي المحطة محطة متر وانفاق في الزمالك هيغير طبيعة الحي ده وجهة الناس وبيقولوا ان فيه احياء اتعمل فيها محطة متر وانفاق والدنيا بازت زي الدقي مثلا يعني حي الزمالك لقى خصوصية ايضا فيه سفرات حيئات فنادق وعليا القوم يقتنون الزمالك ربما علشان كده صوتهم اعلى يعني عملتوا ايه هتعملوا ايه من الاخر ايضا هيبقى فيه متر وانفاق في الزمالك ولا مش هيبقى فيه خليني اوضح المشكلة هم اهل الزمالك طلباتهم على رأسنا وانا على اتصال مستمر بيهم لحد دلوقتي انا عدت معهم ثمن اعدات مجتمعية جوة حي الزمالك في ندب الفضى وسائد الصوي بيقطعه بيعملوا فيها سمعت وقرقت عمونا ولكن تعال ناقش الموضوع وانا قلت الكلام ده نعم بشكل علمي نعم اولا من حيث تعداد حي الزمالك يسكنه 23 الف نسمة نعم المتردد على الزمالك يوميا 130 الف نسمة عندي خمس كليات عندي 8-9 مدارس سنوعدادي عندي 14 صفارة عندي محلات عندي مترددين على البيوت نفسها كشغالين وسوائين واخلافه انا عندي فوق المية غير الجهات الحكومية 130 بيستخدموا الموصلات العادية ليه فوق الأرض ما ها بيخرج برغة الزمالك اه مكروبا سوبيز ملاك ان كان فيه 23 من سكان الزمالك موجودين فيه على الأقل 110 الف واحد بيتردد على الزمالك بيخرج وييجي ليها كل يوم نعم طب يروح ويجي ازاي دي حاجة ده من الحس السكان نتكلم علمي شوي اه يعني اه احنا شغالين بقى لنا 31 سنة انه بيت وقع حتى ايام اللي هما مسكين مشكلة اه باب الشعرية هل في حدسة باب الشعرية بيت واحد وقع هل فيه شجرة واحد اتقصرت انا بشتغل ده انا بشتغل تحت الزمالك دي ب38 متر اكبر بيت والعمارة على عمق كام اساساتها اساسات عمارة المكالسوم اللي على العمارة النهاردة في الزمالك اساساتها على عمق كام عمرها ما تجيب العشرة متر انا بشتغل على عمق 38 متر تحت الارض ايه التأثير اللي ممكن اقصره اه لا تأثير على مبنى ولا تأثير على شجرة ولا تأثير على شكل المعماري ولا 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 ده كله اه نضمنه الحاجة التانية احنا متشغلش عشوائي احنا جهة علمية هندسية انا بشتغل مع اكبر المكاتب الاستشارية العالمية وفي مصر كمان انا بشتغل مع كبرى شركات المأولاد في العالم في العالم بمعنى كده اه انا انا مفيش اي تهديد لأهالي الزمالك يخوفهم وخلينا اتكلم بصراحة شوي اهالي الزمالك خايفين مش عشان المترو يوقع بيوت دي انا باعتبارها مش السبب الرئيس السبب الرئيس وما مش عايزين مكروباس يدخل وده حقهم لان محطات المترو بيجيب المواقف بتاعة المكروباس وبيجيب البعاء الجائلين وده حقهم الاتنين بل حقهم طب حضرتك شوف محطة الابرة اللي على اطراف الزمالك في مكروباس بيقف لا طب في بيع جائل واحد لا طب شوف محطة سعد زغلول اللي في وسط البلد اللي عندي لزغلي سوق شكله ايه وفوضى شكلها ايه وعشوائية شكلها ايه لان الناس عايزة كده الناس لما يكون عايزة هتلاقي السوق وهتلاقي البعاء الجالين وهتلاقي المكروباس والناس مش عايزة مش هتلاقيه البعاء الجائل جاي عشان اللي هيشتري منه وياخد ودي معه بتاع الزمالك مش هعمله كده المكروباس محدش هيركب معه انا الاشتغالة ولا السواق ولا الطالب اللي في كلية هو محتاج محطة المترو حتى الاجانب اللي في الزمالك محتاج محطة المترو عشان يروح او يروح ويجي بمشاويره إنما مشهير كان ميكروباس الميكروباس النهار ده أقل لي أجرب 2-3 جنيه أنا تذكرتي بجنيه أنا عمري مع واحد بيتردد على الزمالك حيستعمل ميكروباس ده المحطة ضرورية ضرورية أكيد ضرورية هي في مكان يعني لا يمكن تجاهل يعني صعب وإحنا قعدنا وقلنا النهار ده المرحلة دي هي المرحلة الثالثة من الخط الثالث جاية من العتبة على ما سبيره لازم تعدي الزمالك عشان تروح كتكاته ومبابا إحنا يعني فيه الدعاءات كتيرة تب ما نمشي سطحي تب ما نمشي علوي أسهل يمشي سطحي السطح تكلفته ألي كتير والعلوي أغلى شوية من السطح أغلى لي أنا النهار ده النفق وأنا مضطر أن أعمل النفق ليه بقى مضطر ليه ما تعملش السطح فين السطح اللي حعمله في الزمالك عمله فيه شوارعه ديئة أنا شوارع الزمالك ديئة معرفونا هيبقى محطة واحدة محطة واحدة جوة الزمالك لقى المحضرتك المحطة ديئة في إسماعيل محمد على حدود السفارة الأسبانية السفارة الأسبانية خاطبنا الحكومة الأسبانية وخاطبنا الخارجية الأسبانية وخاطبنا السفارة الأسبانية والتلاتة وفقونا أن نعمل المحطة على صورهم الأجانب عايزين المحطة الأجانب اللي في الزمالك كلهم عايزين المحطة ولم يعترض واحد الاتحاد الأوروبي عشان يدينا القرد بنك للصمار الأوروبي لازم نعمل دراسات مجتمعية هم اشتاكوا في الاتحاد الاوروبية اشتاكوا في الامم المتحدة وحتى انا مش تكني للنايب العام ومش تكنينا عند طب النايب العام اهي كلنا في مصر انما فكرة الشكوى لا هم مشتاكوش كتير في مصر قد ما اشتاكوا كتير برا النهار ده بيخاطب الاتحاد الاوروبية عشان يوقف القرد اللي جاي عشان اهلك تكاتوا هل ده مقبول هل ده مقبول ان احنا نتصرب بشكل ده هل مقبول ان هم دايسين القاعدة يقول لك الشاطر يدخل واحنا هنكسر رجل ليه وحنحفر له مكبرته هنا هل ده مقبول انا بمثل دولة انا بمثلش شخصي انا بمثل دولة وسيادة الدولة وده مشروع نفع عام ماينفعش تبقى الخطابة واللغة بيننا كده احنا مش قسمين انا راجل بيدور على صالح عام انا بيدور على صالح عام يوصمونا بالفساد يوصمونا بالمال العام والتسايب فيه يوصمونا بالعشوائية حلول وسط بمعنى واحد لا تكون الا محطة واحدة فقط مخرجها هيبقى على السفارة الاسبانية هو فعلا المحطة تخطيطها كده احنا رايحناهم وقلنا لهم مش هنفتح المحطة دلوقتي قالت راحوا متهمنا هتعملوها ليه تكلف محطة مليار هي ما تكلفش لها مليارها بتاع تكلف الخط انت از حريتك تحفرها وما نروحش الزمالك نروح المحطة اللي بعدها مين قال ان اهالي الزمالك بعد عشر سنين وعشرين سنة اجيالهم اللي جاية ما تكونش محتاجة محطة انا لو ما عملتش حساب المحطة النهاردة مش هعرف عملها بعد كده ده اللي لازم يفهموه اه يعني حريتك عايز تحفر وتعمل المحطة مش هتشغلها بس على اللي لازم عشان تكمل طريقك ما عرفش رجوع يهجمونا تاني ليه يعني انا انا قلت لهم حنعمل محطة وحنقفق مش عشد طبق رفعت المشكلة لحد فين لحد الحكومة ما الحكومة عايشها الموضوع مع اي اكيد الحكومة عايشها الموضوع للرئيس مسلا فياخد قرار ما وصلناش لمستر رئيس رئيس الحكومة متضامن معكم حقيقة هو الفكرة اللي احنا بنقولها موافقين عليها ليش فيها مشكلة المشكلة اشخاص ولا هالي زمالك فيهم جزء موافق بس هما بيتخنقوا انا عدت في ساية الصول يوم الجمعة اللي قبل اللي فاتت دي مسكوا في خناق بقت انا عدت عشان اسمع الجانب الموافق والجانب المعارض ونشوف الدنيا تمشي ازاي هما نفسهم قاموا دربوا في بعضه وتخنقوا لكن اضطريت ان انا نسحب من العدل الدولة او الحكومة عازمة على استكمال الخط اللي لازم يمشى محمد هيبدأ امتى الحفر مفروض الحفر مع المرحلة التالتة ممكن نبتدي في مارس الجانب مارس الجانب مارس الجانب لا نقاش في هذا حتى تستكمل والحل الوسط هو انك ما تشغلهاش دلوقتي ده حي وده اللي انا وعدناهم به وده اللي وعدناهم به لما تحتاجوا المحطة حنعمله انما ما ينفعش ان اتجهلها في التصميم دلوقتي والتنفيذ لانك مش درجع تاني النفق اولا حيمشي من مزبيره عشان يعدي النيل ويوصل الكتكات يمكن حيدخله في اتنين ومس ثلاثة كيلو بدون فتح التهوية بدون ما ينفعش اهول النفق ده منين اغزي النفق قهربة منين ما ينفعش فايزا ضرورة فلا هزم ضرورة التصميم كده ومنطق حضرتك ايضا ان انا قاب قد ارفض اليوم وابني ممكن يحتاج المتر وقدان وايضا ربما سكان زمالك نفسهم يغير رأيهم او يذهبوا الى التجمع واكتوبر طيب في اخر ما تبقى من حوار الممتع مع حضرتك عاز اتكلم على انفاق قناة السويس الجديدة اه احنا عندنا في قناة السويس انا كنت في لقاء مع سيد الريس من اسبعين بالزبط وحقيقي كان توجيه واضح جدا في تلت حاجات تلت موط اولا احنا لازم نمصر مشروعات الانفاق كلها نعم كلها حتى الميتو حتى انفاق قناة السويس قناة السويس انفاقها حنعملها بكيانات مصرية كاملة وفعلا نتكون كونسيرتو ما بين شركة المقولين العرب وقراسكم للانشاءات وهم دول شالوا فعلا مسئولية انفاق برسعيد نفس الحكاية عندنا تلت انفاق برسعيد اتنين سهرات واحد سكة حديد وفي زيهم تلاتة في اسماعيلية اتنين سهرات واحد سكة حديد وفي اتنين طلعين في السويس ان شاء الله جنب احمد حمدين اجمالي عدد الانفاق البطلوبة لقناة السويس الجديدة احنا حتى الان بنتكلم في تمانية تمانية تلاتة برسعيد تلاتة في اسماعيلية اتنين في سويس باجمالي تمانية عند حلقة تقدير للتكلفة اه كم نفاق السيارات بيتكلف في حدود اتنين مليار جنيه النفاقين يبقى اربعة مليار نفاق السكة الحديد بياخد تلاتة مليار جنيه بقى سبعة مليار جنيه لانفاق برسعيد وزيهم في اسماعيلية اربعتاشر مليار يتم انجازهم في خلال ايه سنتين سنتين سات الرئيس كلمنا في التمصير كلمنا في الضغط الزمنية ضغط الوقت ضغط الوقت الأقل من خمسين في المئة حقيقة هتبدأوا أنت؟ إحنا بتدين بتدين تحويل مرافق وبتدين استلام الأرض ونزع ملكيات وبتدين حركة ظروف العمل عملية والله لسه ما بتديناش حفر إنما إحنا بننزع ملكيات وبنحاول مرافق النهاردة حتى في المترو إحنا بتدين تحويل مرافق لأنه ده بياخد وقت معنا برضه طيب كلمني عن القطار المقهرب أو القطار الكهربائي وإنتوا نويين تدخلوه في الخدمة قريبا ده حقيق فين؟ يربط فين لفين؟ رحية عندنا الخط الثالث اللي شرحته لحضرتك المرحلة الرابعة منه اللي هي جاية من مصر الجديدة وحتنتهي عند محطة عدل منصور اللي هي مدخل مدينة السلام أو بيسمومها في العشر النهاردة اللي على طريق اسمع الله وعندي على طريق السويس قلت لحضرتك برضه وان المرحلة التانية بتاع الخط الرابع الياباني هتنتهي على طريق السويس قبل ما دينته رحب شوية انا عندي محطة 200 واحدة على طريق السويس اطلع على طريق السمع الله محطة عدل منصور وصولا إلى الطريق الدايري لأكلير تاني الجديد اللي شغال دلوقتي ونقفل للوب على طريق السمع الله العاصمة الحكومية الجديدة عندي كيلو سبعين تقريبا من طريق سويس هيبقلنا محطة أطرق سعزا محطة رمسيس دي جوه العاصمة الحكومية وحنكمل الدائرة لحد اول طريق السويس يبقى احنا عندنا قطر رابط طريق السويس بالعاصمة الحكومية على الشاشة بالزبط اللي قدام حضرتها رابط مصار قطار للعايش المقهرب مع العاصمة الجديدة الجزء الاحمر ده على طريق السمعلية والجزء الاخضر اللي تحت على طريق السويس والعاصمة الحكومية موجودة على طريق السويس عند الكيلو سبعين تقريبا ده دائرة مقفولة بالقطر المقهرب وفيه فرعة حضرتك شايفة دخلة فوق اللي هي الزرق دي دخل على مدينة العشر من رمضان وبالبيس عشان ربط المناطق الصناعية اللي فيهم ده يبدأ امتى حضرتك؟ ده احنا ابتدينا الدرسات وخلاص دلوقتي احنا اخد فيها في حدود الشهرين وممكن ماكسيموم ثلاث شهور نبتدي تبدأوا؟ على طول اه يستغل مدينته سنتين احنا طلبينه سنتين سنتين يعني كله تشغلين ضغط كده يعني اتخيل حضرتك الصورة بقى كاملة يعني قبل ما ننهي الحوار تخيل حضرتك الصورة كاملة ثلاث مراحل متر وشغالين حيربطونا بالاكتوبر بالتبعمة وبمدينة السلام بيرود الفرج عند الدول وحطل على الكتار المكهرب لو عايزوا الكتار الكهربائي نشتغل الكتار وروح للعاشر كده ده حي وصلنا للعاشر والبيس والعاصمة الحكومية انا بشكر حضرتك على هذا الحوار الممتع اللي حضرتك قدمت لنا فيه اضاءة كبيرة جدا على جزء يعني ربما لم تكن هذه المعلومات مع الميجا بروشيك تسكنية متوفرة عندنا والاجمل منه انك لا تتحدث عما هو قادم بعد عدد من السنوات ولكن بتقول في كل مشروع ابتدين 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 سيادة لواء اسماعيل النجدي رئيس الهيئة القومية لالانفاق بشكر حضرتك على تشريفك شكرين افنم شكرين بعد الفاصل في فقرتنا الطبية اليومية السبتة هيشرفني صديق العزيز الأستاذ الدكتور عبدالهادي مصبح وحديث عن المناع زي ناوي مناعتنا يا رجالة مجدد تحية بحضراتكم وجينا لفقرتنا السبتة اليومية الفقرة الطبية الي بشرفني فيها النهاردة الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبدالهادي مصبح أستاذ أمراض المناعة والتلفوناتك العادة مفتوحة أمام حضرتكم للتواصل مع عطيفي العزيز أهلا بحضرتكم أهلا أستاذ محمد خلينا الأول تقول لنا إيه جهاز المناعة ده وضره إيه وهو مهم للدرجات دي وإزاي يحافظ عليه هو بسم الله الرحمن الرحيم الجهاز المناعة طبعا إنه المولى عز وجل بدم يخلق إنسان لابد إنه يمده بوسائل حماية اللي تحميه نعم والحماية تكون على قدر الحامي فلابد الحامي والله أه الحامي والله فلابد إنه يمدينه بجهاز قوي لأنه حتى هو سبحانه وتعالى اللي بمقال فلا أقسمه بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون دي حاجات كتبين عوالم عوالم فإنت بيبدأ الجهاز المناعي بتاعك من الجلد اللي بيغض حوالي تسعين في المية تقريبا من جسمك وده أحد أسلاحة المناعة آه الأغشية المخاطية اللي في مداخل الفتحات سواء في العين والأنف والفم وغيره آه بعد كده الحامض اللي في المعبة ده برضو من الحاجات اللي هي عشان لو حاجة دخلت الحامض يضي عليها آه ثم ده أتي بقى الجهاز المناعي نفسه كجهاز آه كجهاز هو عبر عن جيش الجيش ده ليه قوات ثابتة وليه قيادة وليه قوات انتشار سريع من خلال الدم وفيه حرب كيميوية وفيه مخابرات كل اللي دي موجودة في جهاز المناعة بمعنى انه كل عضو من عضاك اسمنا فيه كتيبة من كتاب المناعة يعني الجلد فيه خلايا اسمها اللانجرينز مثلا الرئة فيها خلايا الموخ الجلايا السلزر كل حتة فيها حاجة من المناعة بس القيادة بتاعتهم من حاجتين فيه غدة هنا جنب القلب اسمها غدة التايموس غدة التايموس دي اللي بتطلع لي الخلايا التاقية اللي هي الخلايا الينفوية اللي في صورة الدم بتشوفها اللي هي الينفوسائس في النوع المايسترو دا كله اسمه الخلايا التاقية المساعدة اللي بيسيطر على دا كله وده اللي بيهاجمه فيروس اليدز بيهاجم بيهاجم المكوز الرئيس القيادة القيادة العامة الجيش الدفاع لله فتلاقي الهجوم دا بيدمر بقى ايه كل الحاجات اللي بعد كده نخاء العظم احد الحاجات الاساسية في جهاز المناعة نخاء العظم اللي هو بيطلع خلايا الدم اساسا بيطلع ايضا خلايا المناعة وده عبارة عن بيطلع اجسام مضادة عبارة عن قذائف مدفعية اللي هي البيسيطر حسب الميكروب اللي داخل بتطلع له الجسم المضاد المساوي او اللي يقدر يوقفه عند حده يعني كل قذيفة غير التانية بناء على امر من الخلايا التقية المساعدة اللي هي القيادة اللي تكلمنا عليها قبل كده بس ده بيشتغل برضو الخلية اللي هي القيادة دي بتشتغل بناء على مخابرات بتروح تشوف الكائن الغريب ده اللي سألته عدوى لحبيب فيبدأ فشل فيه انه يوري يعرف نفسه هويته الجينية فبالتالي تروح تبلغ القيادة تاخد له فيه شو تشبيه اللي هو البصمة الجينية وتروح تبلغ القيادة تقوم القيادة تبلغ الخلايا الباقية دي بالفيش والتشبيه ده اللي هو التركيب الجيني وتطلع الأجسام المضادة اللي على قيادته ايضا فيه حرب كيموية في الجسم من خلال كيمويات بتوقف عمل بعض السموم لان فيه بعض الميكروبات اللي بتدخل بتسبب انها تخرج سموم وتفضل في مكانها فيه ايضا الحاجات اللي هي الخاصة بالتفتيش الذاتي لان فيه ميكروبات خبيثة تخش تستخبك جوه الخلايا فلما تستخبك جوه الخلايا الجهاز المناعي يعني ما يعرفش هي فين ففيه كتيبة مخصوصة بتروح تفتش على الحكاية دي وتشوف زي الفيروسات تفتش على الفيروسات وتفتش على الأورام لان احنا طول ما احنا عايشين الخلايا بتاعتنا بتنقسم وتتجدد فساعات يحصل نوع من الانقسام العشوائي اللي يؤدي الى السرطان لو الجهاز منها شغال مظبوط بيأمر هذي الخلايا بالانتحار فتخلص منها في مهداه يعني احنا كل يوم فيه خلايا سرطانية بتتكون كل يوم اكسبنا واحنا مش واخدين ما انتش عم يعرف بالزبط لكن لما يكون عندنا جهاز منها سليم بيأمر هذي الخلايا يعني ظهور السرطان في اي مكان في الجسم ده معناه نتيجة خلل في الجهاز المناعي بالزبط هو السرطان مالتي فكتوريال يعني اكثر من عامل لكن من ضمنها من ضمنها خلل في المناع لكن فيه عامل جيني وفيه عامل وراثي وفيه عامل بيئية يعني حاجاتك والسترس والضغوط العصبية طيب في المقابل كيف احمي هذا الجهاز يعني حضرتك تنصحنا بايه علشان اقوي جهاز المناعي بشكل دائم ومستمر وايه هي المحذير يعني انا اخد ايه احرص على ايه وايضا احذر من ايه هو الجهاز المناعي نمر واحد متصل اتصال وثيق جدا بالجهاز العصبي المركزي مم فكل ما يؤثر بالسلب على الجهاز العصبي يؤثر بالسلب على المناع والعكس صحيح اللي يؤثر على الجهاز العصبي الحالة النفسية الضغوط العصبية الضغوط مش مفصوط في شغلك عرفان ما فيش فلوس ده على طول بيأثر على جهاز المناعي يؤثر في حالة انه لو ما كانش فيه ما يسمى بالماتيور كوبينج ميكانيزم اللي هو التكيف ناضج مع الانفعال اللي هو الايمان الرضا التصالح مع النفس انك انت عندك مشكلة لازم تعرف ازاي تتعامل معاها لانه التعامل غير الناضج مع المشكلة بيخلق اه توتر على عدة مستويات يعني يعني اه مستوى اه المعرفي والمستوى الانفعالي والمستوى السلوكي والمستوى الصحي اه الجاسد اه عاق بسميه ده اللي هو اه اه التوازن الانفعالي او ضبط الانفعال بالزبط بالزبط كده ودي نقطة مهمة جدا انك ازاي تعرف تخرج الضغط البخار اللي موجود في الحل البريستو اللي جواد ده اللي انت طول النهار بتكتمه او انك انت اه ما بتاخدش الفترة الكافية انك انت تخرجه بشكل صحي من خلال الرياضة والتأمل والحاجات دي كلها يبقى الجهاز المناع مرتبط بالجهاز العصب المركزي دي نقطة مهمة فما يؤثر على الجهاز العصب بيؤثر على الجهاز المناع بالزبط طيب اه اه نفس الوضع بالنسبة للضحك الضحك عنصر مهم جدا اه لتقوية المناع يعني لابد انك تاخد جرعة يومية من الضحك ده اللي فكرتك هتقول لي اكل لا لا لحد دلوقتي ما دخلتش على الاكل لا احنا هنقول الاكل بس هي نقطة بتاعة المرح لان الناس قصها اه الناس مكبوطة من ثلاث سنين اه عندها اكتئاب عندها اه ميل للحزن عندها ميل لانه يتصدق لاخبار الوحشة وطبعا فيه ما يبرر ذلك لكن انا عايز اقول انه انه الواحد ما بيدورش على الدواء الا لما بيكون عيان فلازم تدور على الدحك ما تقوليش هو فيه دحك والواحد ليه نفسه تفرج على فيلم كوميدي ولا هك بزبط انا يعني نبسط حاجة يعني انا بعمل كده انا اجيب اي حد من نفسه كلنا هزا الشخص بس اسمح لي اخد قولة سلطي لفوني فاتم من حلوان اتفضلي الو ايوا اه باك يا استاذ محمد اهلا بيك اه انا عايز اتسلم الدكتور اتفضلي اه دكتور انا عندي سؤالين السؤال الاول اه دلوقتي انتشر كتير قوي اه لما تسأل اي دكتور يقولك انا هتديك ادوية للمناع اه احنا ممكن ناخد هدية دي اول حاجة الحاجة التانية ايه علاقة الزعل او الاكتئاب بالمناع يعني طول الوقت بيقولوا ان المناع بتقع لما الواحد يبقى زعلان ده سؤالين مهمين جدا يا فاتم يعني اه في ادوية فعلا الواحد اه الحقيقة لو الواحد اللايف ستايل او اسلوب الحياة بتاعه مزبوط مش هيحتاج دواء لكن ما فيش ما يمنع ان الواحد ياخد حاجات من مضادات الاكسادة اه بالاضافة الى اه يعني زي فيتامين الف فيتامين اه اه او اي وفيتامين اه سي والزينك والسلينيوم والكوينزايم اه كل الحاجات دي من الحاجات اللي هي بتتحسن المناع بس الواحد ياخدها بحساد او تحت الاشراف طبيب وتحت الاشراف طبيب لان في بعض منها بيتخزن تحت الجلد وممكن يسبب نوع من التسام اه فيبقى دي اه حكاية ادوية المناعة هي في بعضها اللي هو التطعيمات زي مثلا احنا الشهر الجاي بنقول طعامه ضد الانفلوينز نعم نبدأ من الشهر الجاي وفي نفس الوقت اه اه في بعض الحاجات تطعيم ضد البكتيريا معينة بتصيب الاطفال هو التطعيم ده تنبيه للجهاز المناعي برافو نعم يعني انت بتدي الجزء اللي بينشط الجهاز المناعي نعم علشان يطلع اه جنود تبقى على الحدود مستعدة مش لسه تشتغل وتاخد دورتها ودورة تدريبية لا طيب سؤالها التانية كان بتكلم عن الاكتئاب وعلى اقتب جزء نعم يعني انت عندك نسبة الناس اللي مصابين بالاكتئاب هي اكتر نسبة بتزيد فيها الاورام السرطانية نعم وبالتالي مهمة اوي علاج الاكتئاب يعني ما استهترش بكلمة اكتئاب لان ده اه ممكن يؤثر على الجهاز الجسدية وجهاز المناعة من خلال الموصلات العصبية وهرمونات الهادم اللي بيطلع والتأثير على عمل خلايا المناعة نفسها حشام من القاهرة استاذ يشام ايوه سلام عليكم سلام ورحمة الله لنفضلك انا كنت بس اعايزة اتقال الدكتور سوي افضل افضل اه والله الدكتور اه حضرتك انا كان زوجتي اه كانت مع دكتور ابرد نسا ايوه اه ايوه اه ايوه ايوه اه هو حضرتك دوت اه هو حضرتك دوت يعني قلنا دوت من اه من نقص مناعة انتو ما بتخلق يعني مشكلة خلف او او انجاب اه او اوكي اه اوكي حاضر هجاوب حضرتك اه النوع النوع ده طبعا ده احد الحاجات المشاكل اللي بتيجي بالنسبة لكثير من الاشخاص اللي هي اما انه هما يعني يبقى عنده اا اا او عندها اجسام مضادة اا اا بتمنع الحيوان المنوي من انه اا يوصل يلقى البايدة او انه هو بيهاجم الحيوان المنوي او الحيوان المنوي نفس يعني ايا كان عند ايا ده نشاط زائد من الجهاز المناعي بالضبط كده ها ا Monitor Library λλά ام انه يقبى Moore عند الجهاز المناعي مناعات الطبية انها تتشخص في مرحلة مبكرة بيتاخد حاجات معينة اه تمنع التجلط اه في بعض الحاجات ايضا مصبتات للمناع ممكن نستخدم جرعات قليلة من كورتيزون واثناء الحمل نفسه بندي اه جرعات من بعض الحاجات اللي هي بتثبت اه 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 او بتمنع اه هجوم هذي الاجسام المضابعة. محمد من العباسية. اه استاذ خير. افضل الحبيب. قلت عايز باسأل بس هو المضاد الحيوي بياثر على المناعة لو ما تاخدش الدرعة كاملة ولا لو استخدمت الطبعة بالجادة عن الهجوم. اه ده سؤال كويس. المضادات الحيوية اسمها ايه مضادات حيوية. يعني مضادة لحياة البكتيريا. وفي نفس الوقت هي مضادة الحاجات في جوه البناء ده. فاذا ما كانتش فايدتها اكتر من ضررها يبقى مفيش داعي ان انا اخدها. انت بقى تبقى فايدتها اكتر من ضررها. لما طبيب يعني اه اه محترم او خبير يكتبها للاشخاص اللي هما محتاجينها بشرط ان الشخص ياخد المضادة الحيوي في موعده وياخده لمدة لمدة لا تقل عن اللي المفروض ياخدها. مش يتحسن بعد يومين يبطل. لانه بعد كده تخلق حاجة اسمها السوبر بكتيريا اللي هي ما بيحوقش فيها ايا من هذي المضادات الحيوية. فيجيله لتابرية وبعد كده يعمل عملية قلب مفتوح. يبقى لازم يكمل الكورس. بالزبط. حسين من القاهرة وبعدين ثابت من القاهرة. تفضل الاستاذ حسين. السلام عليك سلام ورحمة الله. اه من فضلك انا عندي ابني عنده حوالي ثلاثين سنة. اه جاله يعني حرارة كده وتعب في صدره. وقاله انت عندك كيدوس. ساركويدوس اه. اه وقعد ياخد كورتزون كورتزون بقاله دخل لقتي دخل على سنتين وشوية. يبفو. فجئنا برضو ان الحرارة ثانية تطلع. ما تلو نزلش. اه وقالوله انت عندك المناعة ضعيفة. اه يعني حضرتك احنا دخلين في متاهة مش عارفين. يعني رفض لانا مش عارفين. حاضر يا استاذ حسين. شوف يا استاذ حسين. المرض الساركويدوس اه هو مرض اه بيحصل فيه نوع من الورم اللي زي ورم بتاع التيبركولوس اللي هو اه الدرن. تدرن يعني. نوع من التدرن. اه بيجي في الغدد اللينفوية وبيجي في اماكن ممكن يجي في اي حتة. يعني ممكن يجي عالجلد. ممكن يجي في العين. ممكن يجي في السدر من جوة. فا اه التشخيص مهم جدا من خلال بعض التحاليل اللي بنعملها. وبعدين بندي الحاجات مصبتات للمناعة. وبندي اه حاجات معينة. بس ايه? اه يعني هو بياخد له من سنتين لتلات سنين على ما الامور يعني انه يقدر يختفي وبعد كده يتابع مع الدكتور يعني. اه سابت من القاهرة. استاذ سابت. طيب زينب من اسكندرية. وساء نور تفضلي. مساء الخير افان. اه. اه لو سمحت انا بسأل عن مرض الهربس. اوكي. اه. مرض الهربس هو معدي. الحزام الناري قصدك مش كده? اه ايو ايو الحزام الناري. اوكي. اه هو اه اه معدي. حاضر. حاضر. هجاوب حضرتك. وبعدين عايز اقولها حضرتك سؤال كمان. فضل. هو بعد هل ممكن يرجع مرة تانية? بعد ما يشفه? حاضر. اه مرض اه اه فيروس الهربس هو نفس فيروس الجديري اللي بيجي للعيل الصغيرين. يعني لما يجي في الكبار اه بيروح على العصاب. يعني يهاجم العصاب ويسبب الام شديدة جدا. نعم. بنقول عليها حزام ناري. يعني تليه واخد الكورس بتاع العصب نفسه مثلا بين السدر او في اليدين في عصب معين. هتلاقيه. لو مش يتمعها تلاقيه هو نفس الكورس العصب. الحزام الناري من الفيروسات زي السيتوميجالوفيروس وغيرها. اللي بيجي للاشخاص اللي منعتهم بتضعف. مم. فعندما تنخفض المناعة لان ده بيستخبى في العقد العصبية. يعني هو يجي ويستخبى في العقد العصبية. فممكن جدا انه يجي اكتر من مر. لما يحصل. معدي. معدي. في حالة الراش او الطفح اللي بيبقى موجود. آآ الملامسة لي. ام محسن من باب الخلق. هلو? ايوة معاك. آآ حضرتك انا ممكن اسئل الدكتور هالحاجة? فضالي. آآ دكتور معلش انا والدتي يا الله رحمة كانت آآ مريدة بالسرطان. ايه. واكتشفنا الموضوع ده متاخر اوي. وبرضو لانا عندي قالت والدي عندهم آآ سرطان برضو. بس في اماكن مختلفة. فانا كنت عايزة اعرف اذا كان لقدر الله ممكن انا اصيب بالسرطان او لأ. اكي. شو فيه? انت عفوا عندك كم سنة متجوزة او لأ? او بص حضرتك انا ولا والدتي? انتي? ام. انا عندي 28 سنة ومتجوزة ومعايا دفلين. اكي. بص اقول لحضرتك حاجة عن السرطان. اولا السرطان فيه 200 نوع منه. دي اول حاجة. ام. فيعني لو بتتكلمي على حاجات معينة اشهر الحاجات اللي هنقولها. مسلا سرطان الثادي. سرطان عنق الرحم. سرطان الرئة بالنسبة للمدخنين. السرطانات الفم والحاجات دي بالنسبة برضو للمدخنين. ففيه حاجات اللمفومة اللي هي بتيجي في الغدد اللمفوية. اللي كيميا بالنسبة لاطفال. اللي عايزة اقوله ان السرطان متعدد لاسباب. انتي بقى عايزة تطميني. هيجيلك ولا لا? اولا تحددي النوع. يعني مثلا ازا كان سرطان الثادي هناك تحاليل جينية. يمكن ان تبين قابلية الانسانة او الانسان للاصابة. عندك استعداد ولا لا? اه. انها عندها استعداد للاصابة ولا لا. نمرة اتنين ان هي اه تعمل الفحص المامو جرام اه باستمرار. تعمل بابسمير اللي هو. فحص على الثادي. الثادي. اشعة على الثادي. فحص على الثادي بتبين. لا خلينا نبسطها تاني. تروح معمل وتعمل اشعات ايه وتحاليل ايه? تعمل اه اه المامو جرام ده اشعة. ام. ده على الثادي. على الثادي. ام. وتعمل اشعة على الصدر. ام. وتعمل اه اه بابسمير دكتور النسا ياخد لها عينة من عنق الراحم. عنق الراحم. ام. ويبعتها المعمل اه تتفحص وده يتعمل كل سنة. اه. التلات تحليلات دي كل دي. دي كل سنة. كل سنة. اه. وبعدين اه اه التحليل الدم بقى صور الدم صورة الترسيب. اه. الوظائف كبد ووظائف كلا. ازا كان راجل اه مهم اه او انه يعمل البي اس ايه اللي هي التحليل بتاع البروستاتا. البروستاتا. طيب. منال من حلوان وبعدين اعدل من القاهرة. منال اتفضلي. اه. اه. لوسائف ازا اسأل الدكتور بس عن اه. انا بنتي عندها طفنساشر سنة وجالها جالت من اه. اقل من سنة. اه اه جالت في وقتة اوردة الرجل كلها. و اه. قالولي ان اه. اعلم آeln Sae halil قالولي ان البروتين بس اه. اه. اه اولاية في الدم. وبتتعالج اللوقتي مع دكتورةăng امراض دم بأدريسيولا والكورتزون وبيجي لها دخل وضوع وما بتقدرش تتحرك ما بتقدرش تبلى وما بتبقاش متازنة في حالة عدم اتزان الحالة دي بتواجمعها حوالي أسبوع وبعد كده ترجع تتحسن وأنا مش عارفها ده ليه علاقة بأمراض المناعة والوقتي ممنوع ان انا لو جالها برد ما ببقاش عارفها ديها أدوية ايه مش عارفها ايه الاكل اللي اثر على السيولة والجلطات لان قاله بسمها بيتكون اجسام مضاردة بتعمل جلطات فانا مش عارفها تعامل معيها اكامل مع دكتور امراض دم هو طبعا المفروض ان الحالة دي بتبقى يعني فيها مشكلة الالتهابات المناعية اللي هي بتبقى فيه قابلية لتكوين جلطات نتيجة وجود اجسام مضادة زائد قد يكون عندها نقص في بعض النوع من عوامل تجلط الدم او العوامل اللي بتؤدي الى هذه الجلطات يعني بتبقى عندها زيادة فاللي بيحصل ان احنا بنديها مسيلات للدم اذا تكررت الموضوع ده بتاخد المسيلات مدى الحياة وينبغي ان هي تعمل تحاليل اخرى للزئبة الحمراء وغيرها من بعض الاكسام منعية اللي هو ده مهم او انه يتعمل علشان خاطر نشوف فيه جوه النواة فيه 15 نوع من الاكسام تروح فين وتقول له اعمل لي ايه هتروح للدكتور المتخص نعم في ايه في مناع يا امراض دم يا مناع يا امراض دم اه 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 ولازم يعمل الحاجات دي علشان نشوف دي اولية يعني النوع ده من أو اللي هو طب عفوا ان هي تطلب ايه من دكتور امراض المناع او امراض الدم انه هو يعمل التحاليل الخاصة بامراض المناع الذاتية اللي ممكن ده يكون عرض ثاناوي ليها نعم عدل من القاهرة ايه 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 امسان نور اتفضل سؤالك للدكتور اه 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 لو سمحت دكتور انا بقالي فترة حوالي عشرين انا بقاني من الاتهاز العصاب الثرافية باللي ان ايروبا فيه اه 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 لفترة اه 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 خرق عندك سكر لا ما عنديش سكر لا اه 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 عملنا بيوت فيه اه 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 الالمانيا برضو قالوا انت عندك تشفيز مختلف دير اللي تعالج عليه انت عندك فيه اي دي دي اللي هي كوروني انفلاماتي في ميلوناتين بولين ايروبا نتيجة خلل في جهاز المناعة عنده والعلاج المفترض بالمستهلة في الاساس في ان انا اخد ايوني غلوبلا اللي هو ال اي دي المخ سليم مفوش حاجة والعمود الفقر انه خاها الشاوكي اه خاد معينة من نوعها الشاوكي اه اكدت ان الصفة عندي اه اي اوتو اميون يعني ايه السبب اللي خل بهاز المناعة يحصل فيه الخلل انه يؤدي لتاكل المريلين شيت اللي حوالين العصب اه 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 وفي نفس اه 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 في نفس الوقت كمان دور اله اه اله اي بي اي 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 اه 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 بالنسبالي هن اخده او اخده على طول اه وسؤال اخير متعلق بقى بالعمالية نفاهان طول المرض اه الحالة دي هو ممكن يؤدي الى 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 ايه? يؤدي الى ايه? الى اكتئاب. حاضر هجاوب حضرتك. اشوف هو اللي بيقوله نوع من اه اللي هو بنقول عليه الام اس او مالتبل سكيلوروز اللي هو التصلب المتعدد. التصلب الاعصاب المتعدد اللي فيه الجهاز المناع بيروح يهاجم عارف حضرتك سلك الاريال. اه العصب زي السلك النحاس اللي جوه. فيه حواليه الابيض البلاستيك ده. اه بيبقى عبارة عن مايلين غلاف من المايلين. اه اه المايلين ده بيهاجموا الجهاز المناعي وبيضمروا فالاشارة العصابية ما بتوصيش. اه. للاطراف. اه او حسب مكان بقى. حسب المكان. اه يعني ممكن يجي في العين. ما بيحصل. نعم. يجي في المخ. يعمل نوع من الشلل. اه. فحسب مكان اللي جي فيه. لان كل عصابنا هي كده. اه. كل عصاب الجسم هي كده. فعموما طبعا الاي في اي جي اللي هو بيقولها مش هي العلاج الاساسي للموضوع. ما هو العلاج الاساسي. فيه كزا علاج. على حسب الحالة لانه اه ده فيه اربع انواع. فيه نوع بيزيد. ونوع بيبضل ثابت. ونوع بي اه بيجي مرة. طب عرضك توجيه الايه? يعني يا مخ وعصاب يا مناع. حسين من حلوان. حسين معنا. ايوة. اتفضل. ايوة. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. الله بركاته. ايوة حسين من حلوان. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. اه دكتور. فضل. دكتور لو سمحت. اه. اتفضل اسأل سؤالك يا حسين. المدام المدام عندها روماتويد. اه. سنها دي. عندها روماتويد. بقى لها اربع من اربع سنين. لا سنها هي. اتنين وخمسين. اه. اتخافش اقول. اتنين وخمسين. قول سنها يعني ما تقلقش. اه الروماتويد. اه لا اتنين وخمسين بارك الله فيك. الله يخبر. اه سؤالك بقى. الروماتويد ده المناعة عملها بعلاقة بايه بالروماتويد. حاضر حاجة بحضرتك. الروماتويد اه يتبع اه اه كل اللي هي المجموعة الرخمة اللي اسمها امراض المناعة الذاتية. اللي هي اه يعمل لنا مشكلة. امراض المناعة الذاتية اللي متفعنا ان الجهاز المناعي بيختار حاجة معينة وي ايه? ويهاجمها. فهنا في الروماتويد بيهاجم الغشاء اه 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 الزلالي اللي اللي في المفصل. فبيسبب اه اه لا تآكل. 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 فييجي المفروض ان المفصل ده هو اللي بيحوش العظم ما يكون لها المفصل بيفصل عظم عن عظمه. فلما يتآكل المفصل اه العظمه بتحك في العظمه فيحصل التآكل. نعم. فيبدأ يحصل تشوهات. والروماتويد مش بس في المفاصل. لا ممكن ييجي في حتة تانية. ممكن يصيب الاغشية اللي محيطة بالرئة او القلب. ممكن يصيب الغدد اللعبية والعين. نعم. اه فالروماتويد كل ما احنا يعني اه ليه كزا اه طريقة في العلاج. اخرهم العلاج البيولوجي. ولكنه غالي شوية. لكن فيه علاجات كتير اه اقل يعني اه تكلفة. طيب اخد عادل من المنوفية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انا الحمد للدكتور عندي ابن عنده 16 سنة. اه كان سخن وقال له اه زئبة حمرة. ايوة. وبنعالجه. ففيه دكتور يقول لك بزيادة مناعة. وفيه دكتور يقول لك ناقص مناعة. احنا ماشيون بالكروتوزول وحاجات زاكت. حاضر. الزئبة الحمرة اه تنتمي ايضا الى مجموعة امراض المناعة الذاتية. ومشكلة الزئبة الحمرة بقى ان هي اه اه في عندي نوعين منها. زئبة حمرة. اه اه اللي هي بتيجي في الجلد. وبس. والنوع الاخر اللي هي بنسميها زئبة حمرة قرصية. بتيجي على شكل قرص كده على الجلد. وخلاص. لكن الزئبة الحمرة الجهازية هي دي المشكلة. مه. ان لانها بتمسك اكتر من عضو في الجسم. اهمهم الكلة. اه اه ان هي بتعمل مشكلة كبيرة في الكلة. وتسبب فشل كلاوي. فمهمة اوي ان انا اه اشخص صح ان انا اشوف هذه الذئبة الحمرة عملت ايه على مستويات المضاعفات اللي في الجسم. سواء اه في الرئة او في القلب او في الكبد او الطحال او غيره. بعد كده اه ابدأ اعلاجها اه من خلال الحاجات اللي هي العلاجات المعروفة للذئبة الحمرة. خليني اخد من حضرتك بقى روشيتة للجهاز المناعي. احنا انت وقفنا بس جلت اسئلة السادة المشاهدين. يا اه حراك قلت الدحك معالجة الاكتئاب. بالزبط. الرياضة. 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 كل حاجات دي تكوي. اه الاكل ايه بقى? الاكل الحاجات الخضروات والفواكه التوزيجة الملونة. طبق السلطة يعني. طبق السلطة الملون. يعني كل ما زاد اللون كل ما. يعني فلفل اخضر اه خيار اخضر. اه. فلفل اصفر طماطم حمرة. ايضا جانين حبوب اه حبة الامح. ده من الحاجات القوية اوية. اه. اللي هي الخبز الاصمر? الخبز الاصمر طبعا اللي هو مخبوز بالامح كامل. نعم. قشر الامح بيبقى فيه. نعم. يعني دي الابيض مش مش كويس. نعم. لكن دي الاصمر هو اللي كويس. ناخد بالنا ان الخشاف مسلا. الاراسيا والزبيب والحاجات دي. فيها كم كبير جدا من مضادات الاكسادة ومفيدة جدا للمناع. البليلة. ولو حطيت عليها شوية مكسرات. هتبقى حاجة عظيمة جدا. الماكولات البحرية فيها الزنك والسلينيوم والحاجات دي برضو تقوي جهاز المناع. اللحوم الحامرة لأ. دي مضر. لان. تضر بجهاز اه. اه. لانها بتطلع كميات كبيرة من. من الاكسادة. من شوارد الحرة اللي هي اه من الاكسادة. فا اه اه يستحسن لو انت عايز. اللحوم البيضة? اللحوم البيضة اقل ضررا من من اللحوم الحامرة. والاسماك احسن منهم كلهم. الاسماك احسن منهم. لان فيها الاوميجا ثري والاوميجا سيكس والاوميجا. لكن يبقى الدحكة هي الافضل? اوي والله ياريت. يعني ياريت فعلا الدحكة الصافية الرايئة دي. او عارف ايه? الوكهتين في جو في الليل. لان ده تأمل. تأمل. التأمل يخوّج هذا المناع? اه طبعا. التأمل عنصر مهم جدا في تقوية المناع. فانت لما بتعمل كده بترمي حمولك على ربنا سبحانه وتعالى. فانت لقي قوة اكبر منك. انت بتلاقي اه بتدور على ترمي عليه حمولك. اه. ولن تجد من هو اقوى من الله. وفي نفس الوقت انت بتعيش اللحظة الانية. لبكرة في ايه? ولا قبل كده كان في ايه? نعم. وبتفصل وبالتالي بيحصل نوع من الاستعادة الشحن. اه مرة اخرى للمناع. اعتقد رشدة بسيطة يعني. اه مش هنتكلم بقى على ضغط الاعصاب وكلام. بعد ما تفرق كده على مساء الخير اللي خلص. انتظر الفيلم اللي جاي لك كمان شوية وعدت حك. انا بشكر حضرتك الاساز الدكتور عبدالهادي مصبع. واستاز امراض المناع على تشريف. انا اللي بشكر حضرتك. الله يخليك. الله يخليك. حلقة اخر الاسبوع خلصت. بذكر حضراتكم عايزكم تشوفوا برنامج ستار اكاديمي على قناة سي بي سي العامة. مفروض يوم السبت والحد والاثنين. هسأل حضراتكم فيما يتعلق بالحفل اللي بيبقى موجود كل يوم خميس. الفائز هيبقى له دعوة مجانية من شبكة قنوات سي بي سي للسفر والاقامة في بيروت وحضور الحفلات اللي بتقام كل يوم خميس. شوفكم على اخير يوم السبت. كل سنون طيب. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى